تفوق الأهلي على مستوى الأداء والنتيجة تحديداً في الشوت الثاني فاستحق الفوز الكبير على الزمالك أجاد كولر فنياً وتكتكياً وحافظ على سجله ناصع البياض مع الأهلي دون هزيمة على عكس فريرة اللي أخطأ بتغييراته كان له جزء كبير من الهزيمة النهاردة كل لعيب الأهلي تألقوا اليوم حمدي وديانج ومعلول وربيع وكهرباء وشريفه البقية ولم تظهر عرضيات زيزو ولا تصويبات عشور ولا إيجابية الجزيرة ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره هرلك طبعاً لنادي الزمال يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم النادي الأهلي يفوز بدربي الكرة المصرية واحد من أهم الدربيات في العالم النادي الأهلي بسلاسية نظيفة يفوز على نادي الزمالك شوت أول كان محبط جداً لجماهير الأهلي وجماهير الزمالك شوت تاني كان محبط فقط لجماهير نادي الزمالك سعيد على جماهير النادي الأهلي تفوق الأهلي تكتكياً وفنياً وتفوق على مستوى أداء لعبيه في الشوت الثاني تحديداً الجميع أجاد اليوم الكل كان ممتاز وعلى رأس هذه المنظومة الرائعة مدرب قدير نقدر اليوم نقول أن مارسل كولر مدرب قدير هتقول لي ليه حكمت دلوقتي هقول لك اللي فات كله ما كانش فيه هزيمة اللي فات كله كان فيه تطوير اللي فات كله ناتجته طلعت النهاردة والكم مباراة الأخيرة للنادي الأهلي ده على مستوى إيه؟ على مستوى مدرب بيعرف يبقى كوتش أثناء المباراة بيدير المباراة بزكاء شديد الأهم بالنسبالي والعلامة الفريقة اللي تخليني النهاردة أقول أن الراجل ده مدرب قادير أنه بيطور اللاعبين بص يا سيدي هل ده محمد هاني؟ لا هل ده حمدي فتحي؟ لا هل ده رامي ربيعة؟ لا حتى ديانج حتى ديانج أنت لو تفتكر مع نهاية الموسم الماضي قلت كمشجع للأهلي رغم اعترافك أن ديانج كواليتي تاني خالص في الدور المصري قلت نصاً أن ديانج ممكن كما تسيبوه يحترف الآن أنت بتتكلم في مدير فني مخلي ديانج لاعب مش طبيعي؟ حمدي فتحي الأدوار اللي بياخدها مش منطقية لدوق حمدي فتحي اللي انت تعرفه تعرف حمدي فتحي ممكن يلعب سنتر باك تالت مع المدافعين النهاردة في المباراة دي والمباراة اللي قبلها انت شايف حمدي فتحي مهاجم مهاجم أدوار هجومية مش طبيعية فده شغل مدرب عشان كده قدر أقولك النهاردة أن المدرب قدير أنه يقدر يطور من قدرات فنية لللاعبين الأهلي النهاردة كله كان رائع كل اللاعبين كان رائعين وهتكلم على لاعب لاعب في النادي الأهلي النهاردة وطبعا قبل لاعب لاعب في النادي الأهلي الجهاز الفني اللي عامل شغل عظيم جدا مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة واحد من أعضاء الجهاز الفني ده واحد من الأسماء المكررة في الأجهزة الفنية في الفترة الأخيرة واحد من الأسماء اللي بيسموهم كده جندي مجهول دائما جندي مجهول بالمناسبة وهو لاعب كان لعب عظيم جدا وكان جندي مجهول أدواره كتكتكية عظيمة جدا جندي مجهول في الجهاز الفني للنادي الأهلي أدواره كبيرة وكثيرة من سنوات بس هو في حيات الأمر لم يصبح أو بات بات غير مجهولا للجمهيل النادي الأهلي هو اسم كبير واسم رائع ومؤثر جدا في منظومة النادي الأهلي كابتن الكبير كابتن سامي أمصان المدرب العام بالنادي الأهلي يا كابتن سامي بهنيك ألف مليون مبروك الفوز المستحق اليوم على الزمالك الله برك فيدي يا رب أكرمكم شكر طبعا على كلام أهل من حقك كابتن سامي على مستوى الجهاز الفني النهاردة قدرت مباراة رائعة جدا قدام نادي الزمالك الحمد لله والمبروك طبعا لجمهول النادي الأهلي العظيم اللي قدنا النهاردة قوة كبيرة جدا وكان بعد ربنا دعم كبير لنا فاشكره طبعا على قوفه جنبنا ودعمه دايما وقوفه جنب اللعيبة خصوصنا في الأوقات الصعبة مباراة زمان تقولت كبيرة الحمد لله أداة تكتكيا على أعلى مستوى من الراجل طبعا حضر قاس جدا للمباراة طول أوقات المباراة حتى في بداية الأشواط يعني الحمد لله كان فيه ترجيزة عالية جدا وتصميمه اللي احنا عاوزين نحسن من مباراة لأنها دي حتقربنا خطوة كبيرة جدا يعني انت عارف جمهول النادي الأهلي مش متعود لو ويت بطولة الدوري مرتين وراء بعض وكان تحدي بين لزمانا كجهاز وكلعيبة اللي احنا نرجع على بطولة الدوري العام من جمهول النادي الأهلي اللي استغل كل بطلاقة الدينية كلها يعني فالحمد لله بشكل العيبة وخطوة مهمة جدا لنا وان شاء الله اللي جاي بأعطر لنا انت حضرت حمد فتحي ومسيماني بتعامل معاك كسنتر باك وتالت في دفاع النادي الأهلي وقدم أداء ممتاز وقتها الآن حمد فتحي بأدوار هجومية ما شوف نهاش كتير من حمد فتحي يجيد أيضا مع مرسل كولر إزاي التحول ده إزاي اشوف لاعب عنده كل القدرات دي سهل جدا انا شوف لاعب عنده قدرات دفاعية كبيرة والعكس هجوميا أو قدرات هجومية كبيرة والعكس دفاعيا احنا شايفين حمد فتحي نموذج للاعب بيتشكل زي ما أي جهاز فني عايزه حمد طبعا من اللعبة اللي عندها قدرات كبيرة جدا زي ما انت قلت سواء على مستوى الدفاع أو المستوى الهجوم آآ لعب مميز جدا لعب عنده روح عنده شخصية آآ موجود في أي مكان انت بتحتاجه فيه سواء على مستوى الدفاع أو المستوى الهجومي كل واحد بيبقى عنده وجهة نظر معينة في اللعبة زي ما انت قلته موسيقى كان بيفكر فيه من ناحية الدفاعية وفي نفس الوقت النهاردة بيفكر فيه من ناحية الهجومية ويدي له أدوار هجومية ويدي له الحرية لو يخشه 18 ويبقى لي وجود اللي احنا سجدناه النهاردة وحاجة طبعا كان من أداء مميز جدا منه هجومية ودفاعية مشكورة لي طبعا هو بيد الفرقة مش عاوزة خالص خالص كله نهاردة يعني دياج النهاردة مشاء الله برضو معلول هاني خالد فأول مشاركة ليه في بطولة كبيرة في مطش كبيرة إذا ماشي لا هو مش الأداء مش الأداء يا كابتن سامي بعد إذنك هو كمان المفاجأة في المركز يعني لما حراجكم طلعتوا التشكيل قلنا مباشرة هاني هيلعب سنتر باك مدافع وخالع فتاح هيلعب على نمين فدي كانت المفاجأة الأولى لنا بصراحة لا دي من الحاجات برضو برضو في تفصيل صغيرة ناس ما تبقاش يعني مركزة معنا احنا لما اختارنا احتيارنا الخالد فتاح من سموحه يعني كان عشان هو راجب بيقدر عنده برضو برون اللي هو بيلعب في كذا مركز يعني سوى باك رايت أو مساك أو باك ليف ممكن الحمد لله كان برضو دي من الحاجات اللي ديته أبضلية اللي هو يبقى موجود معانا يعني نهاردة الحمد لله بيقدر ده مميز وانا كان نفس في نفس الوقت ما نكوناش عاوزين نفقد هاني الحالة الفنية اللي كان فيها من ناحية من ناحية الهجومية والدفاعية فالراجل فكر التفكير ده يعني ما اعتقد الحمد لله كان موفق فيه يعني لكن في الاول الاخر طبعا زي ما قلت كل اللي بقت ادوار جباية جدا النهاردة الحمد لله برضو عاوزت اللعيب النهاردة مكسر جبير جدا يعني طبعا كهرباء والصبراء والتهديث محمد شريف يجوه للتهديث في مبارا جديرة زي مباراة من الزمال مساكل الهدفين حاجة عجبية جدا طبعا يعني حالة طبعا حسين وقفشة ومروان لما نزل كل اللعيبة اللي كانت تشاركة النهاردة اعتقدت لأدت أداء موز كهرباء كابتن سامي تحديدا مش هسألك كمان على قدراته الفنية كلنا عارفين قدرات كهرباء الفنية الكبيرة بس غياب طويل جدا عن المباريات الرسمية ومع الضغوط ومع التفاصيل الكتير مش عايز أخش فيها بس إزاي اتعملتوا معا نفسيا ومع نوان عشان يبقى جاهز بالشكل ده النهاردة كهرباء عمل يعني اتنين سبرينت من بتوع زمان يعني اللي هو كهرباء بتاع زمان أوي النهاردة كهرباء راجع النسخة اللي هي بتاعت سبع تمن سنين وراء بص هي لها شكين طبعا الاول يعني شك طبعا اللي هو طبعا زعم المجلس الدارة طبعا لكهرباء وووف جمور لدي الأهل معاه وفجاز معاه اللي هو يقطر كان واصف فيه جدا وواصف فيه امكانياته الحاجة الثانية هو بقى كل عيد نفسه يعني التحدي اللي من اتباله وتركيزه في التامرين وتركيزه في النواحة البدنية وتركيز اللي هو عارز يرفع أكوى من الأول ولي هو يرده كميل لدي الأهل ووقفت جمور نادي الأهل ووقفت مجلس كان الحمد لله موفق جداً نشتغل على المستوى البدني لشكل ممواز جداً معنا بقاله ثلاث شهور لأدي أداء ممواز جداً في الثمانين المنتزم بر الملعب وجوه الملعب فأعتقد أن النهاردة النجاح اللي هو فيه دوات مش مصره يعني تاعب واكتهد وأخلص وأعتقد ربنا يعني ما بيضاعش أجل حق بتاعي طبعاً لكن من نسباننا برضو لسه كهرباء عنده كتير جداً ومن ناجي الأهلي طمعاً منه كتير جداً يعني إن شاء الله يحقق معنا بتواقق سبيرة ويرجع لمستوى اللي احنا عارفناه من لما كانت منتقى بمصر وكان موجود أفريكا ده يعني معنا طيب أنا عايزة أبطمن على مصاب النادي الأهلي لاجل كاس العلم للأندايا اللي بعد عشرة أيام هل هيبقى كل اللاعبين جاهزين لهذه البطولة ولا فيه لعبين مش هيلحقوا كاس العلم للأندايا لا إن شاء الله إن شاء الله نكون إن شاء الله كل عيوم تحب نزبان الحمد لله بارس رجاء تاني من حوالي وين ثلاثة السلية إن شاء الله برضو يقش معنا طهر النهاردة بيع لعب الحمد لله فأعتقد الحمد لله للعيبة منعين برضو إن شاء الله يقش معنا من بكرة بإذن الله فأعتقد الحمد لله نكون قايمة كاملة وإن شاء الله الرجل يختار الأنسب ربنا اكتب لنا التوفيق طبعاً ومانا طبعاً دعم كل جمهور الناس الأهلي جمهور مصر كله لنا إننا بمثل مصر ومثل كرة أفريقية مثل القرى كاملة يعني فاتمنا إن شاء الله يكون الناس كلها تعمل من أو توقف جب اللعيبة عشان نقدر نهدي أداء مميز ونوصل بقى لمكانة جديدة بتعيد إن شاء الله في كاس العلم في كاس العلم للأنداجة جميل نادي الأهلي محتاجة أو يعني عندها طموح أكبر من السابق يعني برونزيت كاس العلم مرتين واربعات برونزيت كاس العلم قبل كده تلات مرات برونزيت كاس العلم عايزين أكتر نادي الأهلي يقدر يوصل لمرحلة أبعد بإذن الله في منجاه الأنداجة اللي جاي كابتن سامي أبكلمك على طموحات النادي الأهلي في منجاه الأندية اللي جاي إن هم يروحوا النقطة أبعد من البرونزيت طبعا طبعا وده التحدي اللي بنسبان إن شاء الله نتمنى إن شاء الله روح أبعد يعني الحمد للإمكان إحنا المراتين الأبقار اللي هشاركنا فيهم أنا المركز الثالث فأعتقد إن شاء الله اللي تموحنا أكبر كابتن سامي أنا بحنيك ألف مليون مبروك هذا الفوز المستحق لأنادي الأهلي وجهاز فني أدار المباراة بشكل رائع جدا النهاردة بصراحة طب له فني رائع جدا من النادي الأهلي على مستوى التكتك وعلى مستوى الأمور الفنية أنا هقول لكم شوية تفاصيل وبعد شوية هيبقى معايا ديوف كسر النهاردة النهاردة يوم طويل مع ديوف كسر هنحلل المباراة تفصيلا تفصيلة إن أنت كمدرب ممكن بورقة بورقة وحدة تفاجئ الخصم بتاعك أنا أعتقد إن ورقة مارس الكرة للنهاردة اللي فاجئ بيها نادي أعزة مالك هي ورقة حمدي فتحي مش مشاركة حمدي فتحي الأدوار اللي لعبها حمدي فتحي أعتقد فاجئ بيها جزول وفريرة اللي كان في رأيه عنده أخطاء تحديدا وبشكل واضح وبشكل واضح لحد دلوقتي أنا مش فاهمها تغييرة حمزة المسلوسة أو مصطفى الزناري بدلا من حمزة المسلوسة اللي غير بيها الشكل الدفاع اللي كان ماشي بشكل جيد لنادي أعزة مالك في الشروط الأول هو الوحيد اللي يسعى عن هذا التغيير اللي قلب المباراة بعد ثلاث دقائق بدأ ينادي الأهل يسجل بعد التغيير بعد ثلاث دقائق كنت ماشي من منظومة دفاعية محترمة جدا إيه سبب التغيير؟ الله أعلم فكر في إيه؟ الله أعلم مرسل كلها للنهاردة امتياز فريرة مباراة بصراحة فنية نوتك تكانت سيئة بصراحة يعني النهاردة ما قدرش لوم لعيب نادي الزمالك أنا عادة كنت بلوم لعيب نادي الزمالك بس النهاردة فريرة طيب نقطة بقى وتعالى بقى ارجع لي عشان عايز اتكلم هو ده التغيير اللي بقول لك عليه عشان عايز اتكلم معاكو فيما يخص فريرة مجلس إدارة نادي الزمالك أعلى أنه هيبقى في اجتماع النهاردة عشان يشوفوا مصير جوزفالدو فريرة والاجتماع ده يتأجل لبكر طيب بغض النظر عن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك اللي أكيد هيشوفوا القرار الأصح لمصلحة نادي الزمالك الفكرة أنه فيه مدربين كتير في العالم يعني زي يورجان كروب يعمل موسم رائع جدا اللي فات ويجي سادي يعمل موسم سيء جدا بيب جورديولا اللي كان متصدر بفرق كبير الموسم الماضي السنة دي مش هو منشستر سيتي فيه تعصرات لمانشستر سيتي بيب جورديولا ده بيحصل عادة في كل مدربين في العالم أنا مش معه أكيد شو تظلت في ريضة يقعد ولا معه أكيد يرحل عشكي بقولك إيه ده قرار مجلس إدارة هو اللي شايف المصلحة فين أنا بس عايز إحنا في مصر في الكرة المصرية عقليتنا بالنسبة للمدربين تتغير كلنا كلنا إعلاميين وإدارات وجماهير كلنا اللي هو إيه اللي هو مش النهاردة أو مبارح كان البروفيسير والمدرب العظيم والمدرب العبكري واحد من أفضل المدربين في تاريخ مصر ويومين تلاتة أسبوعين تلاتة شهرين تلاتة بقى أسوأ مدرب ولازم يمشي المدرب زي اللاعب أحيانا بيعيش حالة سيئة لو عنده رصيد ممكن تصبر عليه لو ما عندوش ما تصبرش عليه في ريضة أكيد عنده رصيد ده برضو كلام مش معناه إن أنا بقول لا يا جماعة لازم في ريضة لا افرد مثلا افرد مثلا إذا مالك عنده بدايل أو شايفين ظروف الفريق من جوة قدت اللبس تفاصيل فناء عنده تفاصيل تانية أنا معرفهاش فخلت إن في ريضة يمشي حتى لو شايفينه مدرب كويس أحسن من بقاء ممكن ده يكون عند مجرس دورة نزل زمال أنا معرفوهش أنا بس بقول لك كلام عام الكلام العام إنه المدرب أحيانا يمر بحالات غير جيدة زي زي أي لعب زي زي حكم زي أي حد ليك مرحلة كده صعبة ده في كل المدربين العالم أكبر مدربين العالم بيعيشوه لو الزمالك عنده بديل أفضل لو الزمالك شايف إنه المشكلة مش بس تكتكية في الملعب ده فيه مشاكل تانية لو الزمالك شايف أي حاجة بكلمة عدارة نادي الزمالك هي أكيد قضرة مني ومنك أنا بس بقول إنه يا جامعة أصلا من كم يوم نزلولي على تويتر إنه أنت كنت بتقول إنه جزالد وفريده مدرب عظيم ولازم المدربين في مصر يستفيدوا منه ومش عارف إيه هو ده بقى المدرب العظيم عشان يتعادل أو خس المباراتين طيب أنا لسه عند رأيي وبعدين أنا وغيري نقيم حالة يعني إيه يعني النهاردة جزالد وفريده قدم مباراة سيئة أنا ما قلتش إنه جزالد وفريده مدرب سيئ جزالد وفريده عامل مباريات عظيمة وعامل إعجاز إعجاز الموسم الماضي طيب أطلع أقول إيه أقول مثلا لا لا الإعجاز ده وضب الصدفة ننفعش قيم حالة حالة زيزو النهاردة فأحسن أحواله لا من كم مباراةكم نقول عليه أهم لاعب في مصر ليه؟ عشان بيقدم مباراة جيدة مؤثر إمام عشور واحد من أحسن العباء بتلعب مركز رقم 8 في مصر مؤثر النهاردة بصراحة وعمل مجهود بس ما كانش منتج دي النقط مارس الكولر نفس القصة دلوقت أنا قلت لك عليه إيه مدرب قدير جي مارس الكولر مثلا يعني بعد كم مباراة وقدم مستويات غير جيدة هتيتقول لي انت مش كنت بتقول عليه مدرب قدير يا سيدي بكلم قدير عشان أدار مباراة بشكل كويس أدار مبارايات بشكل كويس لما يدير مبارايات بشكل سيء هقول لا اللي عمله دوت سيء ببساطة يعني ببساطة النهاردة حمد فتح عمل مباراة كبيرة قليو جنج عمل مباراة كبيرة علي معلول عمل مباراة كبيرة خالد عبد الفتاح عمل مباراة كبيرة جدا رامي ربيع للأهل كل ما بيحتاجوا بيلاقيه جيد عجبني جدا القنباك اللي عملوه في مستواهم محمد هاني وحسين الشحات رجعوا تاني محمد هاني وحسين الشحات شريف يا ريت يكمل يا ريت يكمل كهربا طبعا مكسب عودته ليه النادي الأهل بكل تأكيد للمباراة تانية على التوالف تانية مشاركة بعد غياب بيسجل فالحالة النهاردة حالة مبهجة للنادي الآلي مهم بالنسبة للمباراة البنك الآلي قبل كأس العالم للأندية والأمور هتمشي بشكل كويس زي ما قلت لكم النهاردة كلام كتير قوي عن القمة كلام كتير في كل التفاصيل فيما يخص التحكيم فيما يخص التحليل فيما يخص اللاعبين فيما يخص السوشيال ميديا والناس قالت قالت ايه بعد المباراة نتكلم مع ضيوف كسر النهاردة عن هذه المواجهة أول الديوف اللي هيخش معايا حالا الآن كابتنك كبير كابتن جهاد جريشا يقول لنا رأيه في الأداء التحكيمي لهذه المواجهة مواجهة الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي كابتن جهاد مشرف ومنور كريم سرخير عليك وعلى كل مشاهدينك أخبرك ايه كله تمام كله حلو الحمد لله المباراة تحكميا النهاردة الأول كده بسم الله الرحمن الرحيم تديع كم من عشر بص أنا هتكلمك النهاردة لا يوجد كرار مؤسر على هذه المباراة أو في خطأ موجود هنكلم على خطأ موجود لكن في الآخر في الآخر بنتكلم في تمانية تمانية وثلاثة من عشر تمانية وخمسة من عشر بنتكلم نجاح لطاقم التحكيم النهاردة نجاح لطاقم التحكيم حقيق ايه أبرز الحالات اللي النهاردة شفتها مؤسر بص أنا في لقطة زمالك طالب ده براك الجزاء اللمس اليد هنجيب الحالات بس نتكلم عموما يعني اليد رابعة في وضع طبيعي من البدال النهاية وبالتالي لمس اليد غير متعمدة كنت بفرج مع الأصدقاء اختلفوا واحد بيقول ضرب الجزاء واحد بيضرب الجزاء قلت لهم كابتن جهات جريش قال لي عدم مش مكبر جسمه ما تبقاش ضربة جزاء أنا بيتماشي وراك خلاص حفزك اليد اليد مش مكبر الجسم موجودة في وضع طبيعي من البدال النهاية وبالتالي استمرار اللعبة كانت قرص صحيح من حكا من وراه اللعبة الثانية برضو بنتكلم في راكل الجزاء الاهلي طالب بيها المعيار لعب القرى طب ما تيه راكل نجيب الحالات نجيب الحالات نبدأ بايه نبدأ بال مرتبنا مع بعض نشوف الحالات بواحدة يلا هاتوا الحالات يا جماعة بسرعة عشان كابتن جهات يعلق عليها واحدة واحدة انت قلت لي كمان هتقال لي ايه في بداية المباراة اه اه اساس الفاول اساس النادي الاهلي يعني القرى كانت موجودة فاول نادي الأهلي و بعد كده هو ما احتسبش الفاول في فاول موجود نادي الأهلي الرجل في الرجبة من وراء وبالتالي هو استمر اللعب ما حسبش الفاول وبالتالي بعد كده احتسب فاول للزمالك ده خطأ عادي كفاول موجود بس بنتكلم ان فيه أخطاء يعني بنتكلم فيه أخطاء موجودة حكم أجنبي حكم مصري كله بيغلط اللقطة التانية بنتكلم في تسلل استمر اللعب وانتهت اللعبة والتسلل المساعد رفع الراية عمل دليل للراية بتاعته تسلل موجود في اللعب الاهلي سابق بجزء من الجسم المساعد وقف في مكان ممتاز استمر اللعب عمل دليل للراية بتاعته وبعد كده هنكمل كريم بعد كده الرجل رفع الراية في الاخر وتسلل صحيح وقرر صحيح من حاكم برها طيب نشوف الحالة اللي بعد كده بعد كده نتكلم في الفاول اللي تم احتسابه لإمام عشور الفاول طبعا مزبوط هل هو يستهل إنظار وليه لحاكم ما داش إنظار في اللعبة دي أولا الفاول تم بإهمال من اللعب النادي الأهلي طبعا هون كان بعترض على المساعدين أنهم مرفعش المساعد يقولون الحاكم هو اللي احتسب لكن كان موجود رقم 8 حمد فاتحي موجود وبالتالي الفاول تم بإهمال مفيش هجم موعدة لأن مضافع تاني من نادي الأهلي موجود وبالتالي فقط احتساب الفاول للي تم بإهمال وبدون إنذار وقرر صحيح من حاكم بورا عظيم جدا. نشوف الكرة اللي بعدها. ومش عبدالله عبدالله يعني ما واقعش امام عشور بالتكني بتاع ما عبدالله دي. اللي عبدالله عمدي اللي موجود هو ده اللي قلل من انظار يعني. صحية. اللي بعد كده بنتكلم في آآ فاول اندر الزمالك. هنشوف المنظر الفاول. هل يستحق انظار ما يستحقش انظار. والحاكم احتسب الفاول آرس مداش فيه كارت آآ آآ اصفر. فنشوف هلا يفوت انفوت. دي على طول في القانون. بنقول الرجل فوق الرجل فوت فوت ده انظار موجوبي. آآ وبالتالي هو لازم كان يحتسب الفاول ودي انظار للاعب النادي الاهلي. بس لا تستحقية ارض. لا هي كارت احمر اللي ما دام الرجل على الارض. احمر اه اصفر اناسف. آآ مدام الرجل على الارض فوت انفوت هو كارت اصفر لللاعب النادي الاهلي. عزيم. ناخد ومداش الانظار ده. ناخد الكرة اللي بعد كده. طبعا في اللعبة دي هو وقف اللعب. يعني انت بتكلم على الأهم حاجة للحكم في الملعب إن أنا أحافظ على سامة اللعبين فهو كرة لما جات في الحجاب الحاجز بالمنظر ده فوق اللعب على الأرض فوق في اللعب مباشرة هو الأهم بالنسبة له سلامة اللعبين من أهم من أي حاجة فقرار مهم من الحاكم المباراة وضروري ده يحصل مع أي حاكم في أي مباراة أنا بحافظ على سامة اللعبين في أي وقت صحيح نشوف الكرة اللي بعد كده نتكلم اللعبة دي طبعا نوستمر اللعب وبعد كده تلعط راك الأركنية لكن لقينا بعد كده في اللعبة دي إن فيه تسلل واضح على لعب ندي الأهلي بسبب جزء من الجسم طبعا لو كان تم احتساب هدف لو دخلت هدف كان الفار هيرجع القرى فيه سابق جزء من جسمه المساعدة وقف في المكان ممتاز لكن ما احتسبش تسلل بعد كده عمل ديليه هو ما اخدش قرار باللي بالدليه هو ما احتسبش أصلا تسلل طب ايه دي تحسب تركنية بعد كده تركنية هم احتسب تسلل طب كابتين جايد لو الركنية اتلعبت والأهل يسجل منها لا خلاص احنا وصلنا للركنية بقى السيناف لعب ده موضوع تاني خالص لعبة جديدة لعبة جديدة لكن بتكلم دي لو كت تم احراز هدف فيها مباشرة كان الفار هيرجع ان فيه تسلل وكان هتلغي الهدف لدي الأهلي هايل هايل نشوف اللي بعد كده دي هدف لدي الأهلي بنشوف صحته مادة صحة الهدف هل فيه تسلل على حمد فتحة ولا لا هنبدأ من البداية الراجل هنوقف اللي هناك مغطي حمد فتحة وبالتالي باينة بالعينة المجردة مغير خطوط واستمرار اللعبة كان قرار صحيح من حاكم المجرد والمساعد المراجعة تمت بصورة صحيحة من حاكم الفار وبالتالي هدف صحيح تم احتسابه نادي أهلي هايل كل اللي بعد كده بنتكلم الزمالك هنا طالب براجل الجزاء في اللعبة دي الحاكم موجود في مكان ممتاز اشارة واضحة مفيش خطأ وبالتالي احنا نزل نشوف اللعبة مع بعض احتكاك اللي حصل فيه لقطة جاية بالان الاحتكاك هو شاف ابن اتنين لعبة الحاكم موجود شاف ابن اتنين لعبة شاف بوضوح الصورة ان بتوين وبالتالي احنا نتكلم في احتجاره طبيعي جدا بتحصل في خطأ القدم مفيش اي عاقة حصلت لإمام عشور وبالتالي استمرار اللعبة كان قرار سليم لو هنحسب هنا راكلة حرة هنحسب بعد النادي الأهلي مش راكل الجزاء وبالتالي هو السابق لعبة نادي الأهلي حط جسمه ولو هنحسب هنا هنحسب دي لو هتحسب فيها تحسب فاول الأهلي لو فاول الأهلي مش العكس مش العكس مش ضب الجزاء بالضبط لكن استمرار اللعبة كان قرار سليم سليم يعني اللعبة دي كان نادي الزمالك طلب بها براكل الجزاء ولعبة مهمة جدا في المباراة ودي اصعب اللعبة تالي بالضبط هنشوفها مع بعض بقى بنتكلمنا عليها نشوفها مع بعض بالصورة دلوقتي معنا ولاعب نادي الزمالك إن الكورة جات في الإيد لكن نشوف فضع لإيد مش كل لمس التياج بطبق راكل الجزاء إدرى بيها من البداية للنهاية من البداية للنهاية فضع طبيعي مش مكبر الجسم وبالتالي استمرار اللعب قرار صحيح من حاكم من براه وهو شايف زوجته يعني واضحة وشايفها وتأكيد من الفار أن القرار صحيح واستمرار اللعب كان قرار سليم هاي انا عجبني كمان التعامل النهاردة مع البر وحكام الساحة فيش تضيع وقتها فيش وقت كتير قضي اليد بص اليد مراسقة للجسم تماما مفيش ايه تجبير للجسم وبالتالي مفيش خطأ من المدافع واستمرار اللي عمي كان قرار صحيح ممتاز جدا طيب ناخد الحالة اللي بعد كده اتحسد التسلل اه احسد التسلل والبرضو التسلل كان من البداية والحكام المساعد التاني عمل دليل للراية بتاعته على ما نشوف اللعبة تخلص فيه في الاخر وهو اول ما بيتكيه التسلل او التسلل هنشوف في ساعة ما لعب الاهل لعب القرى التسلل كان واضح والخط مبيض للتسلل تسلل صحيح وقرار حكم مساعد قرار صحيح وعمل دلي طبعا للعبة لانها لعبة قريبة من الخط يعني وكده ولازم نعمل دليل وبعد كده الفار بيراجع وقرار صحيح من حاجة مساعدة نكمل مع حضراتكم اه دي اللعبة اللي احتسب فيها انظر اللعبة دي نرجع بقى بها من البداية واستمر اللعب كنت اقتى منه الانظر ده يتأخر عشان فيه لعبة هجمة واحدة لنات الزمالي بمنظر ده كان اهم ملاستمرار اللعب اهم من الانظار الانظار كان هيةرجائل اه فيه النظار مستحق معليش مشكلة فى الانظار خالص لكن كان استمرار اللعب وتأخير الانظار كان قاية بقرار مهم جدا لانه كانت حاجمة واحدة اا حاجمة واحدة مهم ويهما لنات الزمالي لكن كان الاهم من نات الزمالي بهم ان الق Skywalker تستمر ويستمر الى حاجم الوعدة يا كابتن جهاد. هو طاهر وقع امام بعد كده ويستحق الانذار. بس امام برضو دخل مع طاهر هنا بس. لا هي مش ده الانذار. انذار جاي. ككمل كامل كامل. كامل كامل لأ مش ده الانذار خاص عدوك. templates then there is deleted. håا بعد ما اتحرك امام هو جاب رجله. ايه question. او اين بقى هي الانذار هنا. هو ده الانظار. هو ده الانذار في اللعبة دي. هو ده الانذار مش الاول لانه فيش في حاجة الادتة ولا ده مش مشكلة خالص. لكن في المكمل عليه آآ طاهر. لكن بقول لك ان تكملة اللعبة كهاجمة وعدة للزمالك كان اهم من انظار والانظار كده كده كان هيديه بعد كده. هاي. هاي. ناخد اللي بعد كده. بنتكلم اللعبة دي بقى انك اعمل خطأ الاساسي الحاكم المباراة في المباراة كلها مجملا. وبقول لك مؤسر لشي عديد المباراة. الاساس بالنسبة لنا يا كريم القرى للعب القرى محمد شريف. وبالتالي اهمل عواد بالدخول على الشريف بالمنظر ده. الاحتكاك اي احتكاك بيحصل هو احتكاك حصل والتلامس حصل. وبالتالي راكل الجزاء صحيحة لم تحتسب نادي الاهلي. كان لازم حكم الفريسة للحكم ويوري اللعبة. ويبريل زوايا اللعبة اللي بص الاحتكاك حصل. مجرد مجرد ما ديجل لمست الرجل خلاص. بقى في اي كانت اللامسة. في الاخر انت بعبتش القرى احملت دخلت على المهاجم باللمسة دي. وده كانت راكل الجزاء صحيحة لم تفسب نادي الاهلي. قلت لك الخطأ اللي موجود في الموتش. مش مؤثر ناديك المباراة. وبالتالي اي 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 دي راكل الجزاء. دي راكل الجزاء. اه. في تلامس حصل بين الرجل والرجل. محمد شريف لعب القرى. عواد ما موصلش للقرى. وبالتالي التلامس اللي حصل ده. كان يعاقب عليه عواد. الرجل. الرجبة. تحت عواد. جابت في محمد شريف. هو ده الهتكل اللي حصل ده. رجبة الشمال العواد. في رجل محمد شريف. هي دي اللي احتكل اللي حصل. وده اللي كان يعاقب عليه عواد براكل الجزاء. اه. لنادي الاهلي. الحاكم الفور مستد عاش. زي ما عندنا في اخطاء عندنا في مصر. حاكم الفور غلط مستد عاش. وبالتالي اه خطأ ان عدم احتساب راكل الجزاء لنادي الاهلي. دي اخر كرة كابتن جاد. ليس فاضل كرة اي. اه. هي دي اخر الواحد. ده الهدف التالت نادي الاهلي. بنأكد ان هو مش تسلل. او سليم. اه. بعدها هدف ما يحرز. هنرجع وراء. في لعب موجود في مواقف تسلل. صح. ولعب تاني موجود في مواقف سليم. نكمل. اللي موجود في مواقف تسلل. اولا ما سلمش القرى. ما لعبش القرى. ولا اثر على على المدافع. نتكلم برضو على التأثير وعدم التأثير. واستمرار اللعبة بالمنظر ده. كارة صحيح من حكم اللي موجود في مواقف تسلل. اولا ما لعبش القرى. ثانيا ما اثرش على المدافع. الجارية مستمرة واحدة. زي ما نتكلم عليها. ما فيش تأثير من اي نوع. ولا تأثير واضح. استمر اللعبة. كان كارة صحيح من حكم المساعد وحكم المباراة. كامل اللعبة عادي خالص بقى. ما فيش مشكلة. هذا اللي بنكلم عليه تسلل. اللي بنكلم عليه في المراجعة. القرى ما خرجتش برا الملعب. استمر اللعبة. تلعبت القرى بالعرض. كامل كامل كامل. طبعا اشتسلل تاني خالص. وهدف سليم تم تسجيله. النادي الاهلي ما فيش تسلل في الهدف من البداية للنهاية. با خلال كابتن جهاد. احنا هنا ثمانية ونص من عشر. تمام. في بس ملحوظتين. عايز اخد رأيك فيه. اول واحدة انه الفور ما بيستدعيش الحكم كتير. تاني واحدة ودي الاهم بالنسبة لي. انه ما فيش لعب النهاردة وقف اللعب كتير اعتراضا على الحكم. بصراحة. يعني في كارات كتيرة حرجتها. دي كان ممكن تسبب جدل ونقف ساعة والناس بتتخاني وناس بتترد ومدربين برا بيتردوا. التزام اللاعبين والاجهزة الفنية مع الحكام الاجارب مختلف تماما عن التزامهم مع الحكم المصري. دي حقيقة. النهاردة لو بتتكلم على حكم مصري. موجود في المبورة النهاردة. بتجوي التحكيم اللي بنتكلم في الحالي اللي اترضع التحكيم بسرعة فجة اللي قام دي في الدورة المصري. صحيح. لو حكم مصري النهاردة بنفس القرارات. مم. مع الفرقتين. مم. كاتب مشكلة كبيرة. مم. فالنهاردة الحكم متوفر له قبل ما ييجي نسبة نجاح تتعدى ال 50%. صحيح. وبالتالي النهاردة بنتكلم ان الدينة بقت سهلة. مسكولات تتقبل قراراته حتى لو فيه اخطاء. يعني حتى النهاردة الاهلي بيعترد على الرجل الجزاء والراجل ما احتسبش. الدينة ماشي سهل. اذا ما راجل بيعترد على رجل الجزاء والراجل ما احتسبش. الدينة ماشي سهل. لو حكم مصري. كاتب الدينة قامت ما عادتش. بنكلم النهاردة ان هو الحكم الاجنبي جاي. بنسبة 50% هو ناجح. وبالتالي الاداء بعد كده. تضيع الوقت بقى في التواصل مع الفار. حكم الساحة والفار. فيه وقت كتير بيضيع دايما. ما هو ان احنا بنكلم على التدريب والتدريب المستمر يا كريم اللي كلمة فيها. ده الناس ديها تراحة كاس عالم. راجل بدي من 20 عشر راجل دولي. راح 20 اتنشر يورو. عشرين اتنشر اليورو. راح بعد كده عشرين عشرين. كان حكم سادس او خامس في اليورو عشرين اتنشر. وراء عشرين عشرين حكم ساحة في اليورو عشرين عشرين. لعد ثلاث مباراة في اليورو. بنكلم على تاريخ كبير للحكم. ووصل كاس عالم عشرين وعشرين وعشرين اللي فيه مباراتين. الحاجات دي كلها تدريبات. وستدريب مستمر. اللي وصل لنهاردة الفار بالسهولة اللي بنحصل. بنتفرج على دي ما على دي شور للفار مع الحكام وعلى حكام بفار. بتلاقينا نوصل بالنتيجة اللي بنشوفها في المطش النهاردة. مش حاسين انه فيه فار. صح. ولا حاسين انه فيه تحكيم والدينة ماشية سهلة. كابتن جهاد دايما بتشرف ودايما بتنور ودايما بتفيدنا جدا. انا باشكرك شكرا جزيلا. شكرا كبيرا. اشكرك كابتن جهاد. هلسا بكملين مع حضراتكم اليوم يوم لكم. يوم مباراة الزمالك والنادي الاهلي. المباراة الذي فاز بها النادي الاهلي بسلسية نظيفة. مستمرين مع حضراتكم. طيب. الوضع ايه بالنسبة لنادي الزمالك الان فيما يخص جزيلا فريرا المدير الفني. طيب. الكلام انه العملية رايحة شوية لرحيل المدر. والنادي الزمالك يبحث عن حل بالتراضي عشان الشرط الجزائي ليه فريرا. اللي هو ثلاث شهور راتب في آآ اللي حم نتكلم في مية وسبعين الف دولار في الشر. عد بقى في ثلاث شهور يعني بتتكلم في خمس مية وعشرة الف دولار تقريبا. فالزمالك هيحاول يوصل لحل بالتراضي مع فريرا. بشكل مؤقت. الاقرب مين? الاقرب مين? ليه تدريب نادي الزمالك لو راح على فريرا. خد بالك. عشان يبقى الكلام دقيق. الزمالك لسه عنده اجتماع مجلس ادارة. وممكن يتفقوا في الآخر انه فريرا يكمل. بغض النظر بقى عن الشرط الجزائي وخلافه. لا انه فريرا. الان في ادنادي الزمالك انه فريرا يكمل. بس لو راح على فريرا او اتخذ مجلس الادارة كراب برحيل فريرا. ففي اسماء مرشحة. منهم ان الكابتن اسماعيل يوسف المدارب العام يكمل كمدير فني. منهم ان الكابتن اسماعي نبيه يبقى موجود او الكابتن خالد جلال. وكمان اطرح اسم الكابتن ايمن الرمادي. مدير فني لفريق اسواد. اطرح اسم الكابتن ايمن الرمادي. طيب. ده الوضع بالنسبة لنادي الزمالك. تعالوا نروح لنيلو بنجادة. درب زمالك واهلي قبل كده. يولينا رأيه في هذه المواجهة المدير الفني لاتحاد المصري السابق. نيلو بنجادة مسائل خير مشرفنا ومنورنا في برنامج رقم عشر على التلفزيون المصري. شكرا جدا. ده شرف لي. طبعا ان انا اكون بكلم معك وطبعا كل شرط ان انا اتكلم معك ومع زمالي في مصر. وكمان طبعا ده شيء جميل ان انا اكون بقابلكم النهاردة في يوم زي يوم الموتش بتاع زمالي كل اهلي. هل شاهدت المباراة لو شاهدتها رأيك فيها ايه في تفاصيل المباراة سواء في الشوت الاول او الثاني الشوت الاول اللي انتهى بالتعادل السلبي والشوت الثاني اللي ازتفوق فيه النادي الاهلي بسلسلية. شاهدت الموتش ولان انا في البيت طبعا عندي عندي قبل ان انا شوف التلفزيون المصري شكرا للأقمر الصناعية وكنت شاف الشوت الاولاني كان فيه شوت كويس كانش فيه شوت متوازن. ما كانش فيه ما كانش فيه فرقه ما كانش فيه فرقه اقوى من التانية او فعلا فيه كان فيه كور صعبة كان فيه كور كويسة. وكان فيه شكل لعب كويس. وطبعا كان كابتان شناوي كان متقلق جدا في الشوت الثاني. طبعا الموتش بدأ يختلف مع اول جون. وبعد كده الزمالك حاول يدور على التعادل. لحد الجون التاني. لما الجون التاني جيه قلب الموتش جامد. فالموتش بدأ يختلف تماما لحد ما الجون التالي جيه. وطبعا الاهلي كان يستحك المكسب. فعلا كان الزمالك ماسك كورة اكتر. كان الزمالك بيباس الكورة اكتر كان بيحافظ على كورته. بس كان كان فيه شوية اخطاء. وطبعا الاهلي كان يستحك الفوز بقدر. ايه اللي حصل في الشوت الثاني سواء من مارسل كولر عشان يرجح كافة فريقه النادي الاهلي. وايه اخطاء حصلت من جوزالدو في ريلا في الشوت الثاني عشان يخسر نادي الزمالك. الكورة هي بتبقى اللعبة على الاخطاء. وهو ده اللي انا بقوله يوميا. فطبعا لو نقول ان كان فيه مش مش متوافق. هنقول ان كان فيه اخطاء. فخلينا نقول ان كان فيه بعض الاخطاء في الجودة. وحصل ان الاهلي جاب تلات اجوان. بس طبعا الارقام تقدر تتعكس اللي حصل بالزبط. خلينا نقول ان الاهلي يكسب لانه هو الفرقة اللي عملت اقل اخطاء. وطبعا على الملعب طبعا بيبقى تفكير غير تماما غير الناس بتتفرج من برا. والمدربين المدرب اللي قدر يستغل اخطاء الفرقة التانية هو اللي كسب. والمدربين اللي ما قدرش يتغلب على اخطاءه. ممكن نقول ان هو ما قدرش يوفق في المتش. وطبعا الفرقة اللي بتكون خسرت طبعا كل الناس بتقول ان المدرب هو الاخطاء او اللي هو اللي عمل الاخطاء. بس طبعا مش المدرب فقط. لان برضو اللعيبة برضو بيكون على عطاقها بعض الاخطاء. ومش بس المدرب هو اللي بيكون الاخطاء. برضو اللعيبة بيكون عليها بيكون عليها الاخطاء برضو. ما ينفعش ان احنا نقول ان المدرب هو بس اللي اخطاء. لازم برضو نقول ان اللعيبة كان عليهم بعض المشاكل او عليهم بعض الاخطاء اللي حصلت على لو فكر إدارة نادي الزمالك هتجتمع غدا لتحديد مصير جزوالدو فريرة مع الفريق لو فكرت إدارة نادي الزمالك في رحيل جزوالدو فريرة هل ترى هذا قرار صائب أم قرار خاطئ؟ ده هيبقى قرار لازم يكون لازم يكون من الفرقة نفسها أو الإدارة نفسها وطبعا المدرب لازم يكون جزء من القرار ده بس خليني أقول أننا أنا مش هكلم على حد بعينه بس طبعا كابتن جزوالدو السنة اللي فقتت وصل وقدر يطور من الفرقة وقدر يحسن من الفريق الفني وقدر يوصل للنقط كلها وقدر يوصل أن هو يكسب الدوري وقدر يوصل أن هو يكسب الكاس كمان فخلينا نقول أن آه يا فعلا على عطقه فعلا تيجي حاجات كتير هو طور وعمل النهاردة أخطاء بس ما ينفعش أن أنا أقول أن هي أخطاء فقط لا لازم نقول كمان وندي له حقه أنه أشتغل كويس وكان فيه أخطاء من بعض اللعيبة كمان في المتش مين عجبك النهاردة في المباراة بالنسبة لللاعبين أكثر اللعبين اللفتوا ناظرك خلينا أقولك بكل صراحة مفيش حد من اللعيبة وصلني في آخر المتش أن أنا أبقى يعني أقول أنه كان أفضل للشخص ففي الشوت الأولاني كان دونجا بيعمل شغل كويس جدا كان بيلعب قدم مرش كويس جدا إمام عشور كمان عمل مرش كويس جدا هما الاثنين في وسط الملعب كانوا عاملين شغل كويس ومن ناحية الأهل في وقت لما كان كان كابتن الشناوي عمل حراس للمرمى كويس جدا طبعا هو كان نجم في الصد ديت أو في حراس للمرمى ولو كان الزمالك عمل جون في اللحظة ديت كان الكفته هترجح جدا في المتش لأنه كان هيبقى أول حد سجل في المتش فطبعا لازم أقول لازم طبعا أقول أن عبد الواحد جيت جون الزمالك جاء عليه هجمات قليلة جدا بس حتى لما جاء عليها هجمات يعني كان فيها أخطاء ودخل فيه الإجوان فخلينا نقول أن الإجوان عملوا فرق كبير في المتش فخلينا نقول أن كان آه فعلا كان الأهل يكسب 3-0 ومش هنقول أن دي كانت أخطاء فقط من الإجوان لأ خالص بس خلينا نقول أن الشناوي كان كان ماسك الجون بتاعه كويس كان حارس الجون بتاعه كويس كان أفشة كان في نص الملعب عمل المتش كويس حمدي كمان عمل متش كويس لما الشريف دخل جاب جون عمل 50 جون مع الأهلي ده رقم حلو جدا رقم كويس جدا وطبعا عايز أقول له مبروك على الرقم ده فهم دول كانوا تقريبا اللعبة اللي كانوا في الملعب بالنسبة لي اللي كانوا شغالين في المتش بالنسبة لي وهم دول اللي شدوا انتباهي نيرو فينجادا المدير الفني الأصبق ليه نادي عزة مالك والأهل والاتحاد المصري للكرة القدم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة عبر سكايب يعني أراء نتفك أو نختلف معاها هي أراء مدير فني كان مدير فني له بصمات في الكرة المصرية لسا مكملين مع حضراتكم بما أن الأهلي فاز اليوم وفاز بنتيجة كبيرة فليوم يوم النادي الأهلي ألف مليون مبروك للنادي الأهلي مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد جمال وأحمد جهري نتكلم معاهم النهاردة كتير عن هذه المواجهة خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم كده اليوم يوم لكم يوم مباراة الزمالك والنادي الأهلي يوم فوز النادي الأهلي بالثلاثية نظيفة على الزمالك يشرفني وينورني لتحليل هذه المواجهة الكبيرة محمد جمال وأحمد جهري جيمي مشرف ومنورك حبيبي يا كيم نفسونا أنا موجود معاك كالعادة ومع جهري طب كله حل زي الفل أحمد يا جهري وحشني ومنور مكانك ربنا خليك كريم أنت وحشني أكتر النهاردة مارسي كولر تفوق تفوق فنيا وتكتكيا وتحديدا في الشوت الثاني سريعا في عنوين لماذا نجح النادي الأهلي النهاردة ونحقق النتيجة الكبيرة دي على الزمالك رقم واحد استغل مارسي كولر الحلال علىها نادي الزمالك والمشاكل الكتير الموجودة في خطة فعل نادي الزمالك وفي خطة وسط نادي الزمالك رقم اثنين تعامل فريرا السيء مع المباراة خاصة في الشوت الثاني ثلاثة استغلال كل نقاط القوة في النادي الأهلي والأدوار الجديدة اللي مديها مارسيل كولر لللاعبين أربعة الحالة النفسية والتهيئة النفسية اللي عملها مارسيل كولر وهنشرحها تفصيليا بخلال الحلقة فيما يخص اللاعبين الجدد فيما يخص خارد عبدالفتاح والدور الجديد فيما يخص كهرباء وتسجيله للمرة التانية على التوالي حاجات كتير إيجابية عملها مارسيل كولر قدر يتغلب بيها على مشاكل كتير كانت موجودة عنه قبل بداية المباراة خاصة الغيابات بنتكلم عن نادي الأهلي نهاردة غايب عنه تسع غيابات منهم من خمس لست لعبين أساسيين دائموا الاشتراك مع مارسيل كولر كل ده تغلب عليه مارسيل كولر النهاردة بالتهيئة والاستعداد الجيد للمباراة دائما بنتكلم على بريباريشن بنتكلم على كوتشينج خلال المباراة التحضير كان ممتاز من مارسيل كولر ودخوله للمباراة الكوتشينج بتاع مارسيل كولر خاصة في الشوت التاني ودائما مش اقول كليشي ان الشوت التاني شوته المدربين لكن النهاردة مارسيل كولر طبعا كان شوته الشوت التاني وتغلب بنتيجة كبيرة قوي على فريرة الشوت التاني الشوت الأول كان يبدو ان الفرقتين الأداء سجال يعني ما فيش متعة من الفرقتين الفرقتين ما لهمش فرص خطيرة كثيرة فحسنا ان المباراة تخلص صفر صفر ما تقدرش تقول بعد الخمسة واربعين دي الأولى ان الزمالك هيخسر تلاتة ونفس الأمر بالنسبة للنادي الأهلي ايه اللي حصل؟ فريرة تدخل يعني الفكرة ان المدرب طبيعة كريمة انك بتتدخل تحسن أداء فرقتك فريرة تدخل الوضع اختلف تماما بالعكس انت مش هنقدر نقول ان الزمالك كان متفوق بس كان عنده أفضلية نسبية في بعض فترات المباراة وخصوص الشوت الأول ولكن فريرة بتدخله الآية قلبة خلينا كده مثلا نتكلم الزمالك كان بيعمل ايه الشوت الأولاني الزمالك كان بنفس عملية الضغط بشكل مميز وأفضل بكتير من المباراة الصابقة خلينا اتكلم ما تبقى شدونيا كلها يعني ضلمة كده زي ما بيقولوا فيه نقاط إيجابية لحد تغييرت فريرة يعني بنتكلم هنا أهم نقطة بالنسبة لي ان فرقة الزمالك قفلت على النادي الأهلي اللي انا شفتها اللي اتغيرت على المباراة اللي فاتت فكرة ان انا قفل مفاتيح اللعب عن النادي الأهلي وهي ان الاهلي يبتدي الكرة من تحت اللي هي سياسة اصلا كولر وان هو بيقدر يشتغل بيها فريرة بيحاول يعمل حاجة ان انا اقفل كل مفاتيح اللعب من تحت من بنا اللعب من تحت خالص وان انا مطلعش بالكورة بص باجا بده بيجبولك الحلقات هاي بالزبط لو عايز ترفي شوية الفراج هنا معنا قدامي ايه برضو فهنا الزمالك بيقدر ان هو يعرف يستخلص بالسعيب من ساحات التلعب في ظهره كتير بالسعيب ان اللي هنشوفها بعد كده ان حمدي فاتحي يقدر ان هو بنتريت والجيمي الكبير اللي عمله حمدي فاتحي ليه لان الضغط من اول سيفي الجزيري بص سيفي الجزيري هنا بيوجه اللعب وقدر ان هو يحرم فرقة ان دي الاهلين هي تطلع بالكورة وقدر ان هو بص التاكلينج هو انت بتتكلم فين انت بتتكلم في اول حتة في اللعب خالص بداية اللعب خالص يا كريم ايش بكلمة في رص الملعب اللي هي فيها الثنائيات او ان الكورة لا ده من بادر خالص نفس الكورة هنا سيفي الجزيري بيقطع وعمل التاكلينج على خالد عفتاح كلامنا متعملش خالص شوت تاني هنا كورة تانية مختلفة سيفي الجزيري برضو نفس الفكرة بيوجه اللعب بص هنا امام عشور رايح على ديانج بص زيزو قافل على الرامي ربيعة هيدطر الشناو عمالي بص هيدطر ان هو يلعب الكورة التولية هل ده استمر الشوت التاني اللي جابه لا اللي جابه اختلفت تماما المشكلة ان فريرة كان بالنسباله راح لتغييره او فكرة معينة هو كان عايز يعملها لغاية دلوقتي محدش قادري ان هو يفهمه لماذا ظهر الاهلي بهذا المشهد الرائع في الشوت التاني مع زي ما انت قلت ان الكورة تدخل ايجابيا وفريرة تدخل سلبان اللي حصل في الملعب شفنا النهاردة مش النهاردة بس شفنا مستوى مغايل لحسين الشحات في المباريات الاخيرة شفنا مستوى مغايل لمحمد هاني في المباريات الاخيرة حتى اليو ديانج اللي احنا كلنا مقتنعين وانه كلنا مختلف من منذ انضمامه للنادي الاهلي بس المستوى اللي بيقدمه هو اعلى مستوى البيك بتاع مستوى أليو ديانج حمد فتحي والادوار اللي بقى يعملها هجومية عكس المواسم والموضوع اللي كان بيعمل ادوار دفعية اكبر منها هجومية اللي حصل في النادي الاهلي عشان يظهر بالشكل كولر متمرس في خلق بروفائلات اللعيبة ازاي غاير اللعيب وازاي يدي له ادوار جديدة وطوروا بالشكل ده شفنا ده مع كريم فؤاد حتى الاصابة واحد من افضل لعب الدوري حتى اصابته واحد يدخل 18 كتير بيسجل وبيصنع وبيقى هداف النادي الاهلي حتى اصابته كريم فؤاد ده كان بداية البروفايلز اللي بيخلقها بارس الكولر مع النادي الاهلي ابتدأي نشوف ده غاب اكرم توفيق تواجد محمد هاني حالة التهيئة اللي عليها اللاعبين والحالة الجيدة اللي عليها اللاعبين تحسب طبعا للمدير الفني النهاردة ادخلو خالة عب فتاح كان شكله عامل ازاي لكن خلينا روح لك لعيب مهم وخلينا تكلم على حسين الشحات قبل ما نروح لأي حاجة خلينا نتكلم على حسين الشحات حسين الشحات بيقدم مرضود ممتاز البروفايل اللي خلقه له النهاردة هو انت ازاي تصنع ازاي طول المباراة بيصنع هل ده حصل النهاردة بس عشان نقدر نقول انه دي كانت حالة تواهج من حسين الشحات الاجابة لأ الاجابة خلايا نرجع لمباراة الاتحاد نرجع لمباراة امبي النهاردة حتى نشوف حسين الشحات بيخلق كم فرصة في ظل الشوت الاول اللي كان متوازن جدا بين الفريقين حسين الشحات بيخلق كرة واثنين الكرة الاولانية اللي اتعرضت معنا من شوية الكرة بتاعة محمود عبد الملعم الكهربا اللي كان فيها تسلل واحتسبها التسلل الكرة التانية بعدها على طول اللي اتعمل الكروس او او صناعة اللعبة عملت على ناحية احمل عبدالقادر التالتة كانت الهدف لما نيجي نبص على الهدف هنشوف انه نفس الاسست بنفس الطريقة الرجل اللاين وينجر حسين الشحات بيشتغل انسايد وينجر جوه الملعب بيعملها في مباراة الاتحاد بيعملها في مباراة امبي بيعملها النهاردة نفس اللعيب خركت حسين الشحات تماما من الرجل اللاين وينجر اللي لما يفتح الخط بيبقى معدوم الفائدة بشكل كبير ومستوي اللي بشكل كبير للعيب هو اللي بيصنع ازاي انا اخلق لعيب تاني بيصنع مش بس البلاي ميكر او صانع اللعب اللي موجود هو اللي بيخلق لي ده لو نجيب الكروب بتاعت حسين الشحات ونرجع لها تاني هنلاقي حسين بيعمل ده في مباراة الاتحاد السكندري ثم استمر فيه عمل صناعة اللعب اكتر اكتر من مرة النهاردة فده كان واحد من المفاتيح اللي يمكن ما خدتش حقها النهاردة لون بتاني نرى ده الحالات تاني بتاعت حسين الشحات وحنا بنتكلم طيب طيب معانا تلفهم بس مهم وبعد كده يلا تمام عشان انت كمان من اللعيبة اللي انت اتكلمت عنهم كتير قوي يعني طيب معانا عبر الهاتف الان واحد من نجوم النادي الاهلي الجدد ظهر بمستوى على على مستوى الده لعيبها النهاردة ظهر بمستوى جيد جدا الكابتن مروان عطيها كابتن مروان بهنيك الف مليون مبروك انطلاقة عظيمة بكل تأكيد مع النادي اللي يبرك فيك كابتن كريم الله يبرك فيك ويبرك تحضرت اكي ربك النهاردة المباراة بالنسبالك تمثل ايه المباراة تمثل لك ايه النهاردة مباراة كمه تشارك مباراة كمه ان يимости المعاردة مباراة كبيرة طبعا اهم المباراة في اعتبر في الدورة الناسkle الدور المصري اهم مباراة في كل دورة المصر طبعا فمباراة كبيرة يعني وهو حاجة كبيرة طبعا لأي ناعد اللي هو شارك مباراة زي دي الشوت الأول الأهلي ما حسناهوش قرب كتير للجول الشوت الثاني الأمر اختلف تماما انتوا كنتوا حاسين كلاعبين سواء على الدكة أو في أرض الملعب انتوا تدارتوا بسوء المرمى الزمالك وتفوزوا النهاردة 3-0 أكيد طبعا لا أكيد طبعا احنا فرقة كبيرة والنادي الأهلي طبعا وعلى طول بيلعب عن فوز والحمد لله يعني قدرنا نكتب وناخد ثلاثة بونت ونخلي الفرق ما بينه ما بينه ما بينه زي ما نكتبان يا بونت يعني فالحمد لله انت دلوقتي لاعب فيه النادي الأهلي عندك منافسة كبيرة تحديدا في مركزك اسماء كبيرة وعظيمة علاقة خبرتها حمدي فتحي وعمري السولية وقاليو ديانج والباكون وانت من اللعبين اللي ظهروا بشكل رائع جدا في الدوري المواسم المضية شايف المنافسة ازاي الفترة اللي جاي لا طبعا المنافسة طبعا تبقى منافسة شريفة جدا واحنا اللعباء اعتبر واحد على قلب رجل واحد وكل الفرقة طبعا بتحب بعض ومش مهم يمين لي يلعب اهم حاجة مصلحة الفريق وطبعا حاجة كبيرة ان انا هبقى فوز كبت سولية وحمدي وعنج لعبة كبيرة ولعبة خضرة يعني واستفد منه وان شاء الله يعني وقدر اتساعده بالفترة اللي جاي دي ان شاء الله وانشيل الفرقة بإذن الله لو انخلات مكان احسن واحسن بقالنا كتير ما شوفناش لعبين بيتنفس عليهم الاهلي والزمالك في سؤال انتقالات انت واحد من اللاعبين دول ليه اخترت النادي الاهلي في النهاية لا والله الحمد لله يعني الواحد بيتعب وبيستعد وبيخلص بشغله الحمد لله ربنا بيكرمه يعني واكيد الواحد يعني اول ما جالي الزمالك فكاني الاول كان الزمالك بس اللي كان موجود فلما جالي الاهلي والزمالك وبرمس وعرض المبارة مصر كمان انا اكيد طبعا اقعدت واخترت الانتب ليه والنادي الاهلي النادي كبير طبعا ويعتبر رقم واحد وافريكي وثالث كاس عالم الاندية حاجة كبيرة وشرف لأي اللاعب والحمد لله يعني انا مبسوط واخترت للقرار الصحر دلوقتي جماهير النادي الاهلي زي ما بتسعر على لقب الدول الغائم منذ موسمين بتسعر على كاس العالم للاندية وانت زي بيقوله كده ايه متضل النار بس هي اكيد حاجة حلوة بتخش مع النادي الاهلي على طول هتخش على كاس العالم للاندية وطموحات جماهير النادي الاهلي هو الوصول لنقطة ابعد من البرونزية يعني الوصول لنهاء كاس العالم للاندية تقول ايه جماهير النادي الاهلي لا اقول لهم ان شاء الله باذن الله ان شرفوا الجماهير ونعملوا حاجة باذن الله في كاس العالم وناخدوا مركز كويس وان شاء الله كل ده بمساعدتكم ومساعدتكم لينا ان شاء الله الفترة اللي جاية ان شاء الله اللي بقدر مسؤولية باذن الله الدخول جوا وبشكركم جدا على دعمكم لها خلال الفترة اللي أنا قبضتها في النادي الحدي الأهلي عظيم جدا الدخول جوه عائلة النادي الأهلي منزومة النادي الأهلي مين أول الناس اللي استقبلتك؟ مين الناس اللي ساعدتك إنك تخش منزومة النادي الأهلي سريعا؟ لا والله العظيم أنا من أول دقيقة دخلت النادي وأنا مش حاس إن أنا غريب أحس إن أنا بقى بسنين في النادي وحذرك شوفت يعني في الملعب ومتش سموحة ومتش الزمالك النهاردة لا تحس إن أنت بقى لك سنين في النادي مش بقى لك أسبوع وعشر فيهاك لا اللعبة كلها طبعا استقبلتني بشكل كويس والإدارة والجلد الفني كله حتى العمال لا لا حاجة مختلفة حاجة جليلة جدا يعني كابتن مروان عطية نجم النادي الأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا ومرة أخرى بهنيك النهاردة نكتشارك زملائك الفوز الكبير على نادي الزمالك بسلسية نظيفة لعيب كبير لعيب الآله يستفيد منه كتير الفاتر اللي جاية حسب ما أتوقع والله وأعلم باللجاية طيب جيمي كنت بتقول حاجة وأطيقك لا كنا بنتكلم على الدور بتاع حسين الشحات ولكن بذكر طبعا مكالمة مروان تكلمنا كتير على مروان عطية وتكلمنا على الأدوار اللي بعملها بس نوقف الحالات قبل ما نتكلم على حسين نرجع تاني للحالات من أولها يعني مروان لعيب عنده حلول جوه الملعب مش بس هو لعيب مركز ستة وديستروير وبيقدر يشتغل لا هو لعيب بيقدر يشتغل على لعيب بيقدر يشتغل على اتنين بوزيشن سواء مركز ستة أو مركز تمانية لعيب حل مهم للنادي الأهلي خاصة أن المركز ستة ومركز تمانية تحديدا من المركز اللي بقى فيه إصابات كتير نظرا للمجهود نظرا للتحمات كمان بقى فيها إقافات مروان كده يا لعب وبدأ يشترك سريعا ندخل في الأجواء مبارات سموحة ودخل في الأجواء مبارات الزمالك لكن خلينا نروح بقى لحسين الشحيات حسين الشحيات على طول عشان جواري أعرف أنه عنده حاجات كتير قوي عايز يقولها النهار نروح له يا حسين يا كريم هنبدأ بالحالة الأولانية بص دي مبارات تانية خالص مبارات الاتحاد نفس الأسيست في العمق نفس الحالة نفس العيب اللي دايما كان بيقى بتواجد على الخط بيشتغل ده إدى حلين رقم واحد محمد هاني بقى يفتح الخط ويقدر يشتغل على الخط بشكل جيد رقم اتنين الصناعة اللي بيعملها حسين الشحيات بقى حل مهم جدا جدا عند مارسي الكولر جابها يمين ممتازة يقدر يشتغل جوار المنعة عملها في مبارات ام بي برد عملها في مبارات ام بي عملها في مبارات الاتحاد وبنفس الشكل النهاردة بيعملها ثلاث مرات تكريم نمط حتى في الشوت الاول كان منفس الخطورة الوحيد ومتنفس الاهل الوحيد كان عن طريق حسين الشحيات نجيبها النهاردة هنلاقي الحالة الاولانية اللي تحسب التسلل دي الحالة اللي تحسبت اللي جات في العرضة قبلها كانت حالة تحسب التسلل بعدها هتيجي اهجلنا حالة دلوقتي اتحطت وعمل الكروس بينية ليحمل عبدالقادر في اقصى الجابها اليسرى واخيرا كان الهدف فلما نلاقي انه في نمط بتتكرر اي دي الحالة التانية بص الراجل كاشف الملعب تماما بيعمل الباص بيتحط لأحمل عبدالقادر وبتكمل الكرة بعد كده واحدة من افضل العاب النادي الاهلي في الشوت الاول الكرة اللي عالت العرضة من التسليط محمد مندي افشاد روح ليه الحالة اللي بعديها الحالة اللي بعديها والصناع بتاعت الهدف وقف هنا وقف هنا قبل ما تكمل وقف ارجع تاني ارجع تاني الرؤية يا كريم الراجل اول ما استلم ارجع تاني ارجع فريم كمان بصة كريم رفعي الدماغه رفعي الدماغه ساني الشحات هو كاشف عمل السكان في اهل من ثانية وبتالي يعمل الباص هو ده الجول دي الباص الاولاني اللي وده اتنين اللعيبة واختراك من العمك لما ليجي لازمة زملك في الاختراك من العمك وازاي قدر مرسل كلها لاستخدمها هنتكلم عليها الراجل بيحطها بمنتهى البساطة وده حمدي فتح انفراد عشان تبقى التالتة تابت تالت واحدة بيعملها في المباراة بيتم التسجيل لكنه نمط يحسب للمدير الفني يحسب لحسين الشحات حيل ناحية التانية في لعب انا قلت مش اتكلم عنه خالص اللي لما جهر يخشيه ان شاء الله وانا فكرت النهار الاربا فرق على المباراة بسببك انت منظومة وسط ملعب نادي الزمالك يبدو ان فيها خلل والخلل له اسباب الاسباب الاسباب كنت مستطيعين اقولك الاسباب انا امدادة اديب بص كريم انا بشوف ان الزمالك والكورم يعني عنده مشكلتين مشكلة على مستوى الافراد في الحالة الهجومية ومشكلة في الحالة الدفاعية على مستوى الشكل الجماعي الشكل الجماعي خلينا نأخره شوية هتكلم على الفردي الفردي انا بشوف ان عمر السيسي المفروض ان هو تمانية التاني مع امام عشور ووراهم ستة اللي هو الديستروير من دونج هنا خلينا نتكلم ان ده فرقة الزمالك تمام كده كريم طيب الزمالك بيلعب بالشكل التقليدي الحالي اربعة تلاتة تلاتة اهي دونجا عمر السيسي امام عشور الطبيعي لو الزمالك هيزق وبيهاجم بيكمل كده يبقى الطبيعي النقمام هنا بيكمل ورا الهاجمة مظبوط كده ده الطبيعي ده في اي فرقة بتلعب بستة وتمانية تين صح عمر السيسي يبقى فين بكمل هنا صح مظبوط كده انا بكلم هنا في الحالة الهجومية لفرقة نية الزمالك الزمالك هو اللي مع الكرة وهو اللي بيهاجم صح والنموذج معلش والنموذج ان القال بيعمل كده قفشا وحمد فتح دلوقتي وديك جوال اللي بيفضل احنا هنروح بقى على الحتة التالية اللي هو حمد فتحي الناس تتفرج بقى حمد فتح وحنا هنتكلم عليه هنا بقى عمر السيسي ما بيعملش ده هو فريرة اللي موقفه طيب هل هو اللي واخد القرار او ما عندوش حتة ان انا اقدر اكمل نفسي افهم الاجابة فين على السؤال ده شحية الطبيعي ان انا كمل هنا يبقى عندي قدرة على التزديد اعمل تكملة جوه الـ 18 واروح اكمل ده ما بيحصلش عمر السيسي دايما ادواره متركبة مع مين مع دوجة وده مش مظبوط لان اساسا في الاساس لازم ان السادة مشهدين يبقوا فاهمين لبروفايل عمر السيسي تغير من طلع الجيش للزمالك عمر السيسي كان مع كابتن طلع العشري شوية بيتلاعب على التحاولات المهم ان نلعب تحت الكورة تلتين ملعب مع مهند لشيد فكان عنده الاريحية دي لما راح على بروفايل مختلف تماما هو ناد الزمالك فرقة بتبني من تحت فرقة بتكاريت الهجمة ما قدرش ان هو يدخل في المنظومة دي فدي اول مشكلة عند عمر السيسي في وسط الملع مشكلة التانية ان الزمالك منظومته فعملية الضغط ضعيفة جدا بقالها فترة فيها مشكلة عملية الترحيل من وسط الزمالك وهجوم الزمالك الثلاثة اللي قدام بتتعمل بطريقة سيئة جدا ده بشكل عام ولكن اتعملت في الشرط الأولاني زي ما احنا جبنا شفنا للسادة المشاهدين كان بيحصل الضغط ازاي عملية الترحيل هنا بقى في نية الزمالك بتتم بطريقة قبل كده اللي هو الثلاثة اربعة ثلاثة الشهيرة بفريرة اللي هي اتغيرت تماما الموسم الحالي انا بشوف ان الزمالك لازم تتخير الفورمات بشكل كبير ولازم يبقى في حل في التكملة الهجومية وفي رأيي ان الزمالك لازم يدخل في يناير الحالي كرياتور الزمالك محتاج كرياتور في وسط الملعب غير صنع على العاب يعني غير ان هو صنع على العاب فرجاني ساسي كان مثلا اهديك مثلا فرجاني ساسي ما كانش نمر عشرة ما كانش عبدالله سعيد افشا لكن هو قادر وصنع على العاب مش لازم يبقى عشرة بس صنع على العاب النهاردة مين الكرياتور جمال النقاط وكلم على سيجمان تبتع حسين الشحات هو مين الكرياتور النهاردة عن النهاردة الاهلي حسين الشحات حسين الشحات جناح زيزة اوات كتير جدام بالزبط كده بالزبط كده فالكورة دايما رايحة دلوقتي كورة الحديثة رايحة للشمولية كريم فانت ادوارك لازم تتركب في نقاط كدير وكان الكرياتور دوت قبل كده في الزمالك اشرف بن شارق وهو الجنيح بالزبط كده برافو عليك فهي الفكرة هنا ان لازم الزمالك يدور يلاقي حل سواء بقى فريرا مكمل او فريرا مش مكمل تخيولي ان الزمالك محتاج النقل دي في السكوات بتاعه هاي نهارده عاي سألك على اتنين وابدأ بهم براحتك يعني او ابدأ بأحدهم براحتك يعني حمدي فتحي وقاليو ديانج اتنين قدمهم مباراة كبيرة جدا مش النهارده بس المباراة السابقة ايضا وفي الوقت اللي كنا بنقول فيه انه وسط ملعب النادي الاهلي مثالي دلوقتي بقى قاليو ديانج وعمل السرية بقى تقول دلوقتي انه قاليو ديانج وحمدي فتح يبقى يدي دلوقتي تقول انه مرانا عطيه ممكن يديك حلول وبقى الاهلي او مرس الكورة عنده حلول كتيرة في وصلة المرأة كيف تطور قاليو ديانج ليصبح لعب اكتر شمولي هو ده المفتاح الحل للحالة اللي بقى عليها قاليو ديانج النهارية منيجي اتجاز معنا الحالات بتاعت قاليو ديانج ان قاليو ديانج تطور كثيرا بداية من مباراة ام بي شفنا ده شفنا ده انه زي الراجل بيعمل بيحطه كرة تحت رجله وبتري يقطع ما بينه الخطوط ده شفنا النهاردة في اكتر من كرة النهاردة الراجل بيعمل لحمدي فتحي الراجل رفع عينه عمل اسكانه والعيب دسترورير العيب بيلعب الهو الراجل اهو اهو ده الراجل بقى عنده حلول كتير يعمل بيعمل ده بيكان بدايته في مباراة ام بي طب دايما نقول هل ده شغل مدير فني وتطور لاعب ولا هو وليد الصدف ادي دي حالة في مباراة ام بي الراجل دايما بيدور لك على حلول الراجل بيطلع بيعمل لأ ان كل اللاعبة ممسوكة معنده الزوايا تمرير الراجل بيحطه كرة تحت رجله بيعمل هو بيخش يسجل هلت الحالة اللي بعدها في مباراة النهاردة وقف اول مثل بس وقف هنا الطبيعي ان اليو ديانج عمره ما كان بيطلع في المساحات دي عمره ما بيطلب الكرة بين الخطوط عمره ما بيديك حل ويقف هو يستلم ده التطور اللي حصل لأليو ديانج والبروجريشن اللي حصل لأليو ديانج انه ازاي اقدر يستغل قدرات أليو ديانج روح لبقى للحالة بتاعة الهدف التالت من اولها الحالة بتاعة الباس بتاع أليو ديانج في المساح بعد ما عمل سكان ورفع عينه وحطها مع تحرك طبعا نموذج لحمد فاتحي اللي هنجيله آآ بعديها على طول إزاي الراجل طول الوقت قادر أنه يعمل ده لا مش الحالة دي الحالة بتاعت الهدف التالت ليه النادي الأهلي فأليو ديانج يا كريم إزاي قدر مارس الكولر يطلع منه ده هو عنده لكن إزاي قدر يطلع ده من آآ 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 آ� مالك علشان الكرة تكمل بهدف بدايته فين? كان على العيب رقم ستة. خلاص. مع العيب تاني. مش موضوع على النهاردة. نموذج متطور جدا للعيب مركز ستة. نروح بقى لنجم المباراة في وجهة نظري. لكن نجم المباراة في وجهة نظري. حمد فتح. حمد فتحي النهاردة عشان نكمل على نفس الحالة دي. بص وانا هنا بقف هنا الحالة لما نتكلم يا كريم ان حمد فتح عنده اصالة جلسة جدا في الكاحل في الانكل. حمد فتحي حتى التمرين الاخير. ما خدش غير تمرين واحد قبل المباراة. وكان فيه شكوك. وكان فيه شكوك بالحاكم المباراة. كولر. آآ بتقعد مع حمد وتأكد مليون في المية من دكو رحمل ابو عبل ان هو سليم مليون في المية انه يقدر يلعب. فالراجل بيلعب حتى بدون ولا تمرين بعد مباراة سموحة. الراجل نهاردة بيزر بالحالة دي. وبيعمل ده. امتى? في نهاية المباراة. بعد ما جري تسعين دقيقة. الراجل بيعمل ده. بيقف. بيقف على كرته. بينزل. بيعمل لعلي معلول. عشان يساهم بس في الهدف ده لكن قبله هو مساهم في الهدفين. الاولاني الكهرباء والتاني لمحمد شريف طبعا. وحمد فتحي النهاردة. كسبوا كولر الرهان في كل شيء في شغله الفني في المباراة. ودي الخريطة الحرارية طبعا لحمد فتحي النهاردة. وزي كان بينزل ويشتغل. شوف بص بنتكلم اللي ساهم فوق يا كريم. ده اتجاه هجوم النادي الاهل. شوف حمد فتحي اللي ساهم النهاردة في التلات اهداف. دي الخريطة الحرارية والدور الدفاعي. الراجل بيعمل دورين مهمين جدا. يمكن قف اير يا كريم. قبل ما ندخل. كنا بيتكلم على المرورة التكتكية اللي عند حمدي. حمد فتحي لعب لبرو في تلاتة مع موسماني. حمد فتحي اللي في مركز ستة. حمد فتحي اللي في مركز تمانية. النهاردة تطور ان هو بقى اكتر رعيب بيدخل جواة 18 من النادي الاهل. طيب. بالمناسبة يا جهري. بالمناسبة. الخريطة الحالية اللي قدامي ديت. ودي مش بس المباراة بتاعة الزمالك. مباراة السابقة. المباراة قبل السابقة. حمد فتحي كمان. اصبح له دور رائع جدا. ممكن يبقى خافي شوية عن الدول الهجوم اللي بيبقى بالترجم بهدف. طبع. بطبيعة الحال. هو تأمين علي معلول. يعني اللوقتي شفت كتير حمدي فتح النهاردة ومباراة السابقة. هو بيلعب في القوقات اللي علي معلول بيطارك قدام. بيقفل التقفيل ده بشكل كويس جدا. بالتبادل مع ديانج. انا بشوف ان اللي اتنين. بص كريم هم عاملين سطارة. لكلر. اي مدرب بيحلم باللتنين دول. على فاكرة معهم عمر السلية بردولة بيشارك. بيقدر ان هو يشتغل. انا بشوف ان الادوار الهجومية اللي بعملها حمدي فتحي حاليا. سببها اليو ديانج. ده دي خريط الحالة. دي خريطها المرعبة. دي خريط ديانج المرعبة. بص هو ديانج دايس في الحتة الدفاعية. بص دي يعني هو هنا. بص هو هنا موجود فيني يا كريم. ديانج وبلاتي توري على ذكر. هم اكتر اتنين موجودين حاليا. مركز ستة. انا بشوف انهم داخل القر بيعملوا اه شغلهم اقرب الى الكمال. هاي. فكرة انك بتقطع. يعني مفهوم ستة الكلاسيكي ان هو بيقطع وخلاص. وسلام عليكم بقى انا كده خلاص. ده خلاص ده خلاص ده ده كلام ده من ده قديم قوي. صح. الفكرة ان الاتنين عندهم ميزة وهي ان انا بقطع كورة. وباخد الكورة بابني بها الهجمة. انا بالنسبالي شوت المثالي كان لديانج ودايما اللي بحطه هو ده المقياس ليه على ديانج. مباراة الاسماعيلي الاولى في الدوري. ديانج عمل كل حاجة شوت تاني. يغطي بيها على كل فرقة النادي الاهلي. هو ده الفكرة اللي كان بيكلم عليها يا جمال. واللي احنا كلمنا فيها ان الكورة رايحة للشمولية. ديانج عنده النقطة دي. حمدي فتحي. انت كنت عايز كلمش وقا على الحمدي فتحي. وكان معاك حالات الحمدي فتحي. يردوها بده لجواري عشان جواري تكلم عنها فنيا تفصيلا يعني. فكرة ان انا بشوف ان لما لعبة تكرر يا كريم طول المباراة او على مباراة كتير فتعرف ان في حاجة المدرب شغال فيها مع الفرقة. يعني فرقة بتحرز اهداف من كرات سابتة كتير. خلينا نعرض مثلا هنا. هنا مثلا انا عايز الناس كلها تركز على حمدي فتحي. وهتكلم فيها على العيوب اللي موجودة عندنات الزمالك. اللي جنب الحاكم هو. ومع عمر السيسي. تمام? الكرتين دول بس. اللي الزمالك ما ضغطش فيهم بشكل كويس. من قدام في الشرط الاول. تمام? ديانج برضا هو اللي بادي الهاجمة. خلاص? احنا بنتكلم هنا. محمد هاني. الكرة هتمشي الكاميرا هتوسع. حمدي فتحي فين يا كريم مهاجم تاني. ده مركز يا جماعة تمانية. حمدي فتحي اوقات ستة اوقات تمانية. حمدي فتحي طالب الكرة فين? مهاجم وراء كهرباء. دي ادوار اللي بنتكلم فيها كريم. فكرة الشمالية. خلي الكرة تمشي. خلي الكرة تمشي. هو شايف بظاهره. شفت الاسكاني. ارجع دي. ارجع دي معلش. هايل. ارجع دي. بص يا كريم الفكرة ان الاحساس بالمكان. هو هو شايف اللي هيكمل في ظهري. وبص مسافة ايه? بص الاسكان. واصلا احساس بالمكان مش مكانه. بالزبط كده. اه يعني. فهو مكمل. وادوار حمدي فتحي الصريع. لاي من حمدي فتحي كان بيكرن طريق حامد ان هو هيبقى موجود ستة. مين اللي يلعب في المنتخب. الراجل بيدي ادوار مختلفة تماما. تماما. عند النادي الاهلي. خلينا نكمل الهجمة اللي بعدها. دي الهجمة التانية. اللي هي اللي بعد كده كريم. برضو يقفل عند الحتة. لا هو رجع هنا بيفتح زوال. عشان ياخد تشوت. خب لك اللي دي ان افتحه بقى ان انا هرجع تحت عشان. ده طبيعي. افهمها. بص حمدي فتح فين. هو اللي ورقة هربا. هو اللي بياخد. ده هو اللي سترايكر. هي الفكرة هنا برضو. امكانيات ان فكرة ان هو لسه الاحساس بالمكان ممكن ان حتى في الجولة تير. بس فكرة المشاركة دي مع الوقت وانها تتكرر. هتلاقي هو ممكن يبقى من هدفين النادي الاهلي. والاهم ان هو طول الوقت بيديك مساحات يعني بيشتغل في مساحات فاضية للمواقف اطلاقا يعني. كمل بقى بعد كده. التلاتة اهداف حمدي فتح مشارك فيهم. مشارك فيهم ازاي. هنا بلس نرجع النقطة. بس فرقة الزمالك يا كريم. كله باصص على الكورة. الراجل لما يبقى حمدي فتحي. يشتغل وراء التلاتة. عمر السيسي. دونجا. امام عشور. يبقى هنا الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا. حد عمر السيسي بيتمشى. مكسل. يقول لحد او يسلمه. احنا بس بنقول ادوار الاثنين. هنا الناحية دي والناحية دي. مكسل يتكلم مع ان حد يمسك حمدي فتحي. او ان هو اللي يكمل مع حمدي فتحي. انا بقولي لك برضو هنا الناحية التانية. الزمالك عنده مشكلة عاملة ازاي. خلينا نكمل بقى على بقية الاهداف سريعا كده. نروح على الحالة اللي بعد كده. بص هو اخد القرار فين. هو مشاور ورايح يا كريم. هنا بقى عجبني يتعامله جدا مع الكورة. في لعيب زي حمدي فتحي او المركز تمانية او مركز ستة. هو ممكن اول اوبشن بالنسباله ان هو يلعبها على الجول على طول. هو اخد القرار ومحضر ان انا هلعب لكهربا. ده احساس بالمكان. نفس الفكرة اللي هي كان عملها لما عمل سكانينج وعدها لمن? لا احمد عبدالقادر. ده الجول الاولاني. الجول التاني. خلينا نمشي الحالة اللي بعد كده. اول رجل طالب وشايف ومعملاله وحسن الشرحات عاملها نموذج. نموذج. طبعا ده بعد تغيير فريرة العبقري اللي محدش تغير دلوقتي لسه فاهم ايه اللي حصل. يعني. مش تقريرنا من فريرة. تغيير حمزة المسلوسة بالزبط كده. مصطفى الزناري. مصطفى الزناري. وان فتوح يلعب بكريت. يعني مكادش مفهومة بالنسبة لي. بص حمدي فتحي طالب فين? طبعا هنا برضو انا عايز اقول حاجة. نعم. عشان تقولت فتوح بكريت عبدالغاني. عبدالغاني بكريت. بص حسام عبد المجيد يا كريم. دي برضو من اخطاء الدفعية لما وجودة على الناس الزماركة. كله بصع الكورة يا كريم. كله بصع كورة. حمدي فتحي واخد فين? سرق حسام عمجيد بلغة الكورة في ظهره. اتلعبت في البلايند سايد بالنسبة لنادي الزمالك. وتعاملت اه برضو حمدي فتحي مقدرش يعمل كنترول بس حمنا نتكلم على التحرك. التحرك كان كويس جدا. قدر انه هو يشترك في الكورة. وتحسبت له اسيست. التحرك نص الجول. طبعا كالعادة المشكلة الرئيسية اللي عند نادي الزمالك. ان الكله بصع الكورة. محدش باصس في المساحة اللي بتتلعب. هنا بص حمدي طالب فين يا يا كريم? بص حمدي طالب فين? السادة مشاهدين انت بص. هو واخد القرار وعرف ان هتتلعب له. في ديئة كام? صح. في ديئة واحده وتسعين. وعنده اصابة. حمدي فتحي نموذج هو وديانج النهاردة. قدروا يده افضلية كبيرة جدا لمرسل كولر على جوزفالدو فريران. هاي. في واحد بقى عايز اسألك على ايه لوحده? كهربا. كهربا غياب كبير. سبع شهور تقريبا واكتر. عند المشاركة في المباريات. يلعب مبارتين على التوالي بأداء جيد جدا. عدد ده بتزيد كمان من مباراة لمباراة. النهاردة فكرة الرهان اللي كسبوا مارسل كولر مع كهربا. كسبوا ليه? مارسل كولر كسب الرهان مع كل اللي عبين اللي راين عليهم. بالمنازة تحسب لمارسل كولر. انما كهربا مركز تماما. اتكلمنا من يومينا كريم. قبل المباراة. بعد المباراة سمو. هقلت لك انه كل الكلام مع كهربا. انه قبل مباراة الزمالك. وارد يبقى فيه ضغوط. وارد يبقى فيه بعض الضغوط خلال المباراة نفسها. اللعيب وعاد الجميع. انه هو انا مركز. انا هلعب. مركز في اللعبة بس. مركز في المباراة بس. ايا كانت الضغوط انا مش هستجيب. ده واضح تماما خلال المباراة. رغم النادي الاهل عشان يعمل السطارة. اللي كنا بنتكلم عليها سوق حمد الفاتح ديانجي معهم افشا. فكانوا معزولين. شوية. الشوط التاني والتحركات بتاع الكهربا عمل واحدة. وحطوله حسين واحدة. راحت ضعيفة في ايد محمد عواد. لكن الدور اللي عمله كهربا. وحالة الفوآن اللي عليها كهربا النهاردة. تحسب لكهربا. بيفتح صفحة جديدة. اللي عنده خلاص تجاوز تمانية وعشرين عام. خلاص. بيفتح صفحة جديدة. النهاردة الراجل بيبرهم بعد مبارتين. متتاليتين. بيسجل في المباراة الاولى. بيسجل في المباراة التانية. وفي لقطة مهمة جدا جدا يا كريم. تبقى لك الحالة النفسية بتاعت كهربا. وقد ايه هو جوه الفرق. ادي ايه هو. ما بقاش كهربا اللي بيعدي ويعمل مشاكل ويروح. ويعمل. عايز اجيب اللقطة بتاعت. وهو خارج من الملعب. يلا. وبيكلم مع محمد شريف. وبيقول له هتجيب جول. رد علي محمد شريف في المباراة بهدفين. اه يا ريت نكملها. كهربا يا كريم. كان كل اللي بيتقال له قبل المباراة. غير طبعا الشغل الفني كان التركيز كله على انفعالات كهربا. دي حالة كهربا خارج من المباراة. وبيتكلم. بيقول له هتجيب جول. دي لقطة تبايل لك قد ايه? قد ايه? انا خارج من الملعب في الديها 63. وانا اللي نزل ده الفرود الاساسي اللي بيلعب اللي انا واخد مكانه. وبيتكلمه بيقول له انك هتجيب جول. دي حالة بتعكس لك هو اللعيب مركز عنده مشاكل خارج بصص للجمهور ولا بصص لزميله. ودي كانت بتتاخد كتير على كهربا. صفحة جديدة بيدخل بها كهربا تاني يمكن تكون فرصة بالنسبة له خلال الفترة القادمة والاهم انه كان معا التوفيقة كريم. التوفيق دايما ما بيجيش بالصدفة. كان موفق في المباراة اللي فاتت. النهاردة كرة وحيدة كورتين هو راح بكورتين واحدة من على الجنب زي ما قلنا اللي بسكها عواد. والتاني كورتين خلال المباراة قدر يسجل منهم لكن تحركاتك كهربا يا كريم. حتى لو كان معزول النهاردة واحدة كانت تسلم في الشوط الاول. التانية راح تحمدي فتحه وبعد كده كانت في العرضة. التالتة اللي بسجل منها. النهاردة كهربا قدم مرضود جايج جدا. رغم حالة الفصل في اول خمسة واربين دي اه. تحسب لمرس الكولر. وقبل مرض الكولر في ديم ازاي تحسب لك هربا. جهري بكرة اجتماع مجلس دارية نادي الزمالك حاول لما تصير يزوله فريرة. مع بقاو ام رحيله. انا جاي لك في كل حاجة. انا هتلاقيني وراك في اي افن. انا مش سيبك. سؤالي ورايا ورايا. انت يومي النهاردة. بصة كريم تاني انا منصمم على اجابتي. لو تم لازم الحزبة مجلس النهارة اللي يحسبها. هل الراجل ده لو انا هجيب بديل ليه هيبقى بنفس الكوليتي. طب هل هي المشكلة لفريرة بس. ولا مشكلة تدعيمات من الاول خالص. هل هيبقى فيه تدعيمات في يناير. هل فريرة عنده مشاكل. واصلي هو الفكرة ان فريرة طمع الجمهوري الزمالكاوي. وطمع ادارة الزمالك. لان هو عمل اعجاز الموسم الماضي. فلما جاله التدعيمات. التدعيمات مكادش موفقة. سواء على الاختيار. او الحال الفنية بتاعتهم. والاجنب انا في رأيي ان الزمالك ما تجالهوش تدعيمات اجنبية. الورد يتفسخ. نضاي لس لغاية دلوقتي ملعبش معك اصابة. وسامسون اكنولا الواضح للجميع طبعا المستوى اللي هو بيقدمه. فانا في رأيي ان فريرة ظالم ومظلوم. ظالم لان هو غير قناعته وافكاره تماما. مظلوم لان انا شايف ان التدعيمات اللي كله كان بيأمل ان فريرة هيحولها زي ما بيقوله ان فريرة هيتعامل للمسم الماضي هيتعامل للمسم الحالي. فانت رأيك زي رايش. اللي هو القرار هيب عند ادارة النادي الزمالك لما يشوفوا كل التفاصيل. لو الوضع هيفضل كده. فرائي فريرة لازم يخرج. يعني بص العكس. يعني الطبيعي انك تجيب تدعيمات من مندار بديد. لا. لو هجيب تدعيمات يبقى الراجل ده عنده كرادت عند الشارع الزمالكية وعند ادارة الزمالك. ومع العيبة ان هو يفضل. صحيح. لو الوضع يفضل كالاتي. يعني الحال كما هو. لا فرائي فريرة يرحل. جوهر انا بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورت. انا كنت سعيد اكتر جيمي شرفت ونورت دايما بسعج جدا بتاعتك. اشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام الفقرة مع جيمي وجوهر استمتعنا فيها بكلام كتير عن الاهلي وزمالك في مباراة اليوم. لسا مكملين مع حضراتكم. هنشوف بقى السوشال ميديا قالوا ايه بعد المباراة تكلموا في ايه تريندات كانت عن ايه. مين اللعيبة للناس اتكلمت عنها كتير. النهاردة الكلام كان عن فريرة كتير. ام كولر الكلام كان عليه اكتر. مع جهات عرابي. متخصصة السوشال ميديا بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. طيب من زاوية اخرى نروح لجماهير الكورة. قالوا ايه بعد المباراة عن الاهلي وزمالك. عن لعبي الاهلي وزمالك. وبالتأكيد عن مارسي الكورر وجوزفالدو فريرة. شرفنا ينورني في هذه الفقرة. جهات عرابي متخصصة السوشال ميديا. تقول لنا ارت ايه في المشهد بالنسبة لي السوشال ميديا بعد المباراة. هم لها جاهد. اخبارك ايه? مرسيح ليكو مرسيحة التقديم الجميلة وخلينا بقى نشوف الناس قالت ايه طبعا حنتكتلم اكتر عن جماهير النادي الاهلي بعد فوز طبعا النادي الاهلي فوز كبير ويعني كان فيه فرحة كبيرة الجماهير النادي الاهلي فجماهير النادي الاهلي شافت المطش ازاي بشكل اف. هاي نبدأ بالاهلي يعني. نبدأ بجماهير النادي الاهلي يلا هتجعنا اصجار على طور أمر التريند دي كانت موجودة قدامنا دي directors ج temperatura BuIndia achieveller países ذلك كان في الوقت دكان كان كهرباء بعديها حمضي فتحي governments دايما ونحاول الاقتراض giveller poussings بقى مؤشر لحاجة هالحاجة ده إيجابية ولا سلبيها عينينا ي 500 بتقول لنا من المطر. احنا بنشوف مثلا كهرباء كهرباء عشان تقلق عشان جاب جون عشان عمل مباراة جيدة طبعا في 60 دقيقة للعبهم فعشان كده كهرباء كان الاحتفاء بيه يعني الأكبر في الوقت ده. بعد ده حمزي فتحي اللي طبعا كان فيه إشادة كبيرة بأداءه النهاردة اللي كان مميز جدا. وشارك طبعا في الثلاث أهداف زي ما انت قلت. بعد ده عمر السيسي نيجي نقول طبعا عمر السيسي في الترند ليه ما هو لعب نادي الزمالك هنا بقى الترند ممكن يتفسر بشكل سلبي أكتر. إن مثلا جماهير نادي الزمالك. يمكن أنا دخلت كمان على اسم عمر السيسي. لقيت إن معظمها كان كلام من جماهير نادي الزمالك نفسها جماهير نادي الزمالك مش عجبها بتلوم لعبها فيه حاجات كريم بتبقى صحية في أوقات معينة. وفيه حاجات بتبقى مش صحية. يعني دايما بيقول الجماهير ممكن تقتل لعبتها وممكن تطلعها وممكن تفوقها في وقت معين هم محتاجين يفوقي. صح. المشكلة إنه زكريا الوردي في نفس المركز انتهف بعد مباراة الأهل. بالضبط. بسبب يعني اللي هو زي ما بنقول عليها في سوشيال ميديا حملة. أو يعني وقت كان هو ده الترند وطرند وحش فالترند ده أزي بشكل كبير. صح. عشان كده الجماهير لازم عندها وعية أكتر. ده اللي دايما بنقوله. فاصل إن الزمالك النهارد ده مخسرش بصراحة بسبب عمر السيسي. بالضبط. خلينا نروح بعد كده للأهل والزمالك. ده الترند الرسمي بتاع المباراة. ده الجاعة جماعة تانية للترندات اللي كانت موجودة قبل الصورة دي. خلينا نخدها بشكل سريع. لو عايزين ناخد النقطة اللي بعدها ده أنا يا كريم وإحنا بنتكلم بقى على وعي الجمهور. خالد عبدالفتاح. خالد عبدالفتاح من اللعيبة اللي بعد المباراة ذكر اسموهم تلع في الترند بشكل كبير جدا. مش وقت المباراة. جمهور الأهلي. يعني ده بقى الوعي اللي احنا بنتكلم عليه من الجمهور اللي احنا محتاجينه. شاف إنه لاعب بيقدي لأول مرة في مباراة كبيرة زي مباراة القمة. زي ما بنقول دخل عنار على طول في مركز مش بتاعه. قدى مباراة كبيرة. فكان بيشيت بيه بشكل كويس. نمشي في اللي بعدها. هنلاقي إشهادات كتير. ده برضو. هنري قال خيال عبدالفتاح قدم مطش ممتاز مع الأهلي في الدربي. دياء الدين قال خيال عبدالفتاح مكسب المطش نهار زميل عزيز أيضا. نهاردة بدون نقاش. يعني دون كمان العاملين كمان في الوسط الرياضي والأعلم. بالضبط. يعني الفكرة إن في اختيار الوقت للإشادة مهم جدا. نمشي في اللي بعدها. خلينا نروح كمان للسكرينشات الموجودة من حساب النادي الأهلي. حساب النادي الأهلي بعد المباراة برضو. طبعا نزل حاجات كتير على حساباته. لكننا واخدت دي عشان روبوتها بخالد عبدالفتاح. هنا دعم لمحمد شريف. شافوا إن محمد شريف جاب هدفين ناردة. قدم أداء مميز لما نزل. محتاج دعم. عشان كده يا كريم دايما ممكن ترجعونا يعني أنت قبل كده في حوار لينا قبل كده مع بعض. سألتني حسابات الأندية دورها إيه؟ دورها مش موجه للجمهور بس يا كريم. حسابات الأندية دورها كمان موجه للعيبة بتاعتهم. لعيبة النادي تبقى مستنية كريم برضو. لأنهم شايفين أن الناس المتخصصة ومسكة إدارة السوشال ميديا في الأندية بتاعتهم هي عين الجمهور. الجمهور اليومين دول حابب اللاعب ده فهيدعمه. الجمهور اليومين دول شايف إيه؟ فاللعيبة تبقى مستنية برضو. الحفاوة من الأكاونت بتاعتها. وبيني وبينك ده اسمه التوجيه الحميد. يعني أنا بوجه الجماهير أنه أنتوا يا جماعة ادعموا محمد شريف. فلما يبقى الحساب الرسمي النادي لها بيقولوا يدعموا محمد شريف فالجماهير بشكل طوائق غالبا هتدعم. بتمشي وراء بشكل كبير فيه جزء من جماهير كتير بيستنى يشوف الحساب الرسمي هيقول إيه. فعشان كده بنقول دايما وبصراحة الأهل والزمالك عندنا في مصر بيعرفوا يتعاملوا مع السوشال ميديا بشكل كبير. أكيد في كل مكان فيه حاجات كويسة وفيه أخطاء. بس عندنا الأهل والزمالك على المستوى العربي والأفريقي لا هم من الأقوى وحسابات الأندية عندنا قوي جدا ومش بس على مستوى كمان كرة القدم لا على مستوى تخطيط الأندية في كل الألعاب فدايما بنقول. سجل أهدافا لا تيأس المخيف عادة إليكم من جديد سجل أهدافا لا تيأس. حلو الكابشن ده سجل أهدافا لا تيأس. شنو كان الفتاة اللي فاتت واضح أنه متأثر جدا معناوي أن أنت تختار كمان أنت حتقول إيه اللعب بتاعك ده مهمة قوي. اللعب يستنى يشوف حفاوت الاهتمام بيه بعد ما يقدم حاجة جيدة فساعات الحاجات دي بتفرق بشكل كبير في الجزء المعنوي للعيبة. عشان كده بنقول أن اللي بيكتبوا أي نادي مهم جدا. اللي بينزلوا أي نادي على حساباته الرسمية حاجة مهمة جدا. دي معناها ندير سالة من نادي للعيبة للجمهور للمسؤولين لحاجات كثيرة عشان كده دايما مدون السوشيال ميديا لدي أن تكون معناس فاهمينها الكويس وده بصراحة حاصل بشكل كبير في مصر نروح للبعد بس يا كريم بقى احنا هنا كنت عايزة أقولك ده الترند أكتر هاشتاج كان في الترند يخص الأهلي والزمالك خلال الـ 24 ساعة الأخرانين والهاشتاج ده الناس يعني بطلت تتكلم فيه لحد قبل المطر. قمة الحاسم يا أهلي جمهوري الأهلي كما جمع نفسه ومش بس خلال الـ 24 ساعة الأخرانين لا خلال السبع تيام الماضيين أو آخر أسبوع أنه بيدعم فرقته وده دايما بنقول أنه دي من الحاجات الإيجابية اللي احنا عايزينها من السوشيال ميديا. فيه حاجات كتير سلبية بس برضو فيه حاجات إيجابية للسوشيال ميديا ومنها أن انت تدعم فرقتك بشكل كبير فتجيب نتيجة فالهاشتاج كان كمة الحاسم يالي وكان فيه أنا شايف 120 ألف بالضبط وده بس كان لحد آخر ثلاث ساعات نروح للسكينشوت البعداء وعلى فكرة كمان يا كريم جمهوري الزمالك كان عامل بردو أكتر من هاشتاج لكن يمكن جمهوري الأهلي كان متجمع على هاشتاج واحد فده اللي كبر رقمه وطبعا بسبب فوز الأهلي الهاشتاج تلع بشكل كبير عجيم للترند ده ده بقى مش ترند تويتر دايما بنقول الترند تويتر بنعرف منه الناس بتتكلم عن إيه لكن ترند جوجل بنعرف منه الناس عايزة إيه أو الناس بتدور على إيه إيه النيدل عند الناس أو الدمان بتاعتهم فهنا تشكيل الأهلي آخر 12 ساعة وينكن ده كمان كان لحد من ساعتين ثلاثة كان أكتر حاجة الناس عملت عليه سيرش على جوجل النهاردة طول اليوم وتاني حاجة مصر والبحرين مصر والبحرين معنا كده الناس بتتابع الهندبول بشكل كبير طبعا منتخبنا الوطني مقدم أداءات ممتازة وتأهل للدور أنا مشكورك من أسف تاه مش تاه يعني تاه عندونا عمد الكلام كثير النهاردة والحلقة كلها على الآله والزمالك بس منتخب مصر بيصعد لربع نهائي كأس العالم من كتر ما بقى حاجة طبيعية وعادية إن منتخبنا الوطني لكرة اليد بيصعد لربع نهائي كأس العالم تخيلوا يعني أسقطنا الخبر عندونا عمد ولكن كل التحية لرجالة منتخبنا الوطني لكرة اليد والجهاز الفني منتخبنا الوطني لكرة اليد والأهم في رأيي من كل ده منظومة كرة اليد المصرية هي منظومة سليبة لأول مرة منتخبنا الوطن الكرة اليد بيحقق خمس انتصارات متتالية في كأس العالم على مر التاريخ إنجاز رائع جدا عندنا مواجهة كبيرة قدام الدين المركب يوم الاتنين إن شاء الله الأمور تبقى جيدة ونحقق الفوز السادس على التوالي إن شاء الله إحنا مصر والبحرين طبعا كان من الترينز على جوجل زي ما بقولك يا كريم لأن الناس كانت بتدور عن معلومات وعن نتيجة المباراة وكانت بتحاول تتابعها نروح للسكينشوت اللي بعدها التريند بقى على تويتر في وقت المباراة أو بعد المباراة ما انتهت في التوقيت بتاعها كان البحرين في مصر معنا كده الناس برضو كانت بتتكلم عن المباراة بشكل كبير وكان فيه إشادة بشكل كبير عايز أقولك برضو يا كريم الهانبول آخر ستة أو سبع سنين من أكتر الحاجات بعد الكرة اللي الناس بتتكلم عليها في مصر دايماً بنقول إن الكرة من أكتر الحاجات اللي بتجمع الشعب المصري بشكل كبير أو نسبة كبيرة منه الناس بتتفق إن مثلاً في وقت الموتش هتلاقي 70% من الناس اللي بتتويت في نفس الوقت في مصر بتتويت على الموتش فالحاجة اللي بتجمع اهتمامات المصريين بشكل كبير دلالة مهمة جداً كان دايماً الخلاف هو اللعبة الشعبية التانية في مصر بعد الكرة القدم وكان دايماً الكلام على السلة والهانبول وفترة كده من الفترة داخل الاسكواش والناس كدت مهتمية بيها اهتمام كبير جداً بس دي يحسم الجدل دوت أنا عايز أقولك يا كريم من هانبول اللعبة الشعبية التانية السلة من اللعب كمان اللي مؤخراً في آخر سنين بسبب البس التلفزيوني وأشياء كثير وبسبب طبعاً إن فيه احترافية كبيرة بقت آخر كم سنة في السلة في مصر بقت الناس بتتلم عليها بس مشكلة السلة إن هي ما عندهاش نفس الحماس الجماهيري على السوشيال ميديا بسبب المنتخب المنتخب الهانبول بيشارك دايماً في بطولات عالم دايماً إحنا طبعاً كنا مزمين بطولة العالم اللي قبلت دي ومنتخبنا كان محقق فيها برضو إنجاز ودايماً بيبان بشكل مشرف سواء في الأولمبياد بطولة أفريقيا في أي بطولة فعشان كده الهانبول الناس عارفة لعيبة واحد واحد اللعيبة بتطلع أساميها ترنديات على طول النهاردة يمكن من أقل المباريات في الستة مباريات اللي المنتخب لعيبهم أو الخمس مباريات سوري اللي كان فيها تفاعل بسبب مطش الأهلي والزمالك وإن فيه مطشات في إنجلترا وفي دوريات أوروبية كتير في نفس الوقت فده ما كانش فيه تفاعل كبير بس دايماً في الوقت اللي فيه مطش هاند بول وما فيش حاجة تانية بالأهمية بتاعت الديربي اللي كانت موجودة النهاردة بتلاقي أسامي اللعيبة كلها ترنديات كارون هايل طيب إيه تاني معنا فيما يخص هذه الصغر العظيمة اللي فيها لا يا عظيمة لا بإحنا كده نكون وصلنا لنهاية يعني دي حاجات كما يخص الترنديات فيه الأهلي وزمك طب فرصة عشان عايز سأليك على حاجة مهمة جدا دايماً بيتقال بعد المباريات إنه التويتس داية ممولة يعني الترنديات دي بتبقى ممولة أنا عايفني السؤال ده مدفوعة فيك بس ألهولك كل مرة بس عشان كل مرة الناس بتسأل عنه إنه يقولك إيه لا يا عم أنت الأهلي ده ترندي عشان مدفوع الزمالك ده فلان كهرباء عشان دفع له مش عارف مين ده زيزو ترندي عشان اتدفع فلوس إزاي بتعرفه ده يعني إزاي بتعرف إذا كان ده ممول ولا مش ممول بس كريني هقولك حاجة ومبدئياً عمر ما إسم الأهلي ولا إسم الزمالك حيبقى محتاج يبقى مدفوع صح أو يبقى ترندي بأي سبب من الأسباب هم على طول ترندي هم وأسامي لعابتهم ونجومهم طبعاً بس خلينا نقول إنه دايماً الهاشتائج زيزو ترندي بتبقى واضحة بتبقى بينا في وقت مش وقتها بيبقى ملهاش سبب أو ملهاش سبب يخليها تطلع في الوقت ده أو الناس تتكلم عليها دي الحاجات اللي بتشكك الناس فيها فبنبتدي ندخل ندور عليها موضوع دلوقتي بقى أسهل لأن تويتر نفسه بقى بيحاول يصفي أول بول الأكاونتس اللي هي مجبوهة زي ما بنقول عليها كان زمان فيه حاجات اللي هي زي البوتس ويمكن موجودة لحد دلوقتي بس بقت أول بول البلاتفورم سواء تويتر أو غيره بينظفها يعني جاي ما بنقول فكان الأول فيه البوتس اللي هو مثلا تشتري ألف لايك وتشتري ألف كومنت وتشتري ألف حاجات والحاجات دي ستيل موجودة لحد دلوقتي بس بشكل مختلف عن زمان بس خلينا نقول كريم نيابة واضحة جدا لأي حد يعني مش بس حد شغال في السوشال ميديا أو بيفهم فيها لو حد داخل على هاشتاج دا ويعني مش عمل تراكينج أو اللوة يعني شاف بس الناس بتكتب فيه إيه وطريقتها عاملة إزاي حيفهم الموضوع دا بشكل كبير يعني هتلاقي دايما أكاونتس معمولة لسه دلوقتي عشان بس تتكلم في التوبيك دا أكاونتس كل الانتراكشن بتاعتها أو التويتس بتاعتها أو البوست بتاعتها بتتكلم عن حاجات باينة جدا إن هي موجهة لشيء أمي والأكاونتس دي بقت بتنتهي بشكل كبير يا كريم عشان كده يعني الموضوع سهل أي حد يعني عنده باكراوند في السوشال ميديا مش بس بيشتغل فيه حيقدر يعرفها وكمان الموضوع دلوقتي يا كريم ما بقاش بيقعد كتير يعني بيقى باين إن هو بيطلع ساعة وفجأة ما بتلاقيهوش بس هي الفكرة يا كريم في الحاجات اللي زي دي في الكرة إيه إن فيه ناس كتير بتنسك ورا الحاجات دي بتصدقها فبتخلي الفيك مش فيك بعد كده فهي دي المشكلة هو ده الوعي اللي احنا دايما بنطلبه من الجمهور في السوشال ميديا يعني يطلع هاشتاج مثلا يقولك اللعب ده بخيل اللعب ده بخيل فالناس كلها تجري تقول لوقت ردد إن هو بخيل وتتكلم في الموضوع ففعلا يتصدق ويبقى فاكس فلما تدخل تلاقي ناس حقيقة بتتكلم فعلا ومتناقش الموضوع هو ده الوعي اللي دايما بنطلبه من الجمهور فيه مصادر رسمية فيه حسابات للأندية دلوقتي حسابات للربطة حسابات لاتحاد الكورة حسابات للمنصات الإعلامية خد يعني المعلومة من مصدرها وامشي وراها ما تصدقش بوست ولا اتنين امشي ورا مصادر المعلومة كما هاي لجهاد جهاد انت شرفت ونورتك العادة ودائما بستمتع جدا بتواجدك معي انا بشكرك شكرا جزيلا بشكرا جدا كريم شكرا 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 لسا مكملين مع حضراتكم يومنا الجميل ده عن كمة الكرة المصرية بين الزمالك والنادي الالي فوزي النادي الالي بالسلاسية نظيفة الختام اكيد هيكون مسك مع الكباتن الكبار كابتن جمال حمزة كابتن احمد السيد بعد هذا الفاصل خليكم معا يعلم بحضراتكم مرة اخرى زي ما تركب كده قبل الفاصل هيكون مسك الختام النهاردة في اخير فاكرة النهاردة هو مسك الختام رائع جدا مع اتنين نجوم كبار من نجوم الكرة المصرية الكابتن الكبير كابتن جمال حمزة والكابتن الكبير كابتن احمد السيد الكابتن جمال مشرف ومنور وحشني جدا ومبسوط اللي انت محبارك ايه كلب خير كابتن احمد مشرف ومنور وحشني احبارك ايه؟ حبيب الحمد آنف مبروك الله يبارك فيك الأف مبروك Axel كبتن جمال ابدأ بيك النهاردة واسألك ايه اللي حصل ما بين الشوت الاول والشوت التاني الشوت اول كان الاداء متوسط ويمكن اقلي من المتوسط سواء من الاهلة او من الزمالك في الشوت التاني اختلف الحال طبعا بالنسبة الاهلة ايجابيا وبالنسبة للزمالك سلبيا والله زي ما الناس كلها كلمت يعني هي مش كيميا الناس كلها شايفة والناس كلها عارفة اه بزبط الناس كلها شافت اللي حصل. شو طلق قلاني زي ما انت قلت مفيش فرقتين يعني يخايفين من بعض. مهم. اكتين وقفين في نص الملعب. فيش حد عايز يعمل اي مغامرة هجومية. كله بيعتمد على تزديد من من الخارج اما الكرات السابتة سواء هنا او هنا. لغاية الدقيقة حوالي تمانية وخمسين. تغييرات. هي التغييرات. انت غيرت غيرت اتنين لعيبة مدفعين ونزلت اتنين لعيبة مدفعين برضو. يعني التغيير غريب جدا. تغيير مع تغيير عملي سيسي وعمر جابر وتغيير مصطفى الزناني بدلا من حمزة المسلوسي. بالضبط. يعني ايه لازمتها او ايه الفكر يعني ايه اللي هيطور الاداء في التغييرتين دول. انا اعرف مسلا ان احنا كل لسا نتكلم جوا مع احمد. لو انت عايز مسلا فجأة عايز تهاجم. مسلا. صح. فبتخرج حمزة المسلوسي بنزل نمار. مسلا. يعني دي تغييرة لها مغزة. ان انا عايز ازود الناحية الهجومية. انه انت غيرت الباك رايت ونزلت باك رايت وغيرت واحد في نص الملعب ورحت منزل سردباك ورحت مغير الطريقة التلاتة. عبالما اللي عيبة ابتدت توقف صح. كان بقيت النتيجة بقت اتنين سفر. ماتش خلص. صح. انت غيرت في الديها تمانية وخمسين داخل في الجون الاولاي في الديها ستين. مزبوط. محمد عبدالغاني عبالما ابتدى يركز ان هو بيلعب سردباك ناحية اليمين. زي ما بقولك بقت النتيجة اتنين سفر. تفتكر فكر فيه. بتبكيره هو. يعني لو هتحاول توصل الى دماغ هو كان يؤسد ايه. بشي بغادة النظر انه غرض يمتحي. انا لو عرف هو كان يؤسد ايه كنت هقول بس. يعني. معتقدش ان فيه حد حتى هو نفسه. لو سألته يعني هو مش فاهم ايه المغزر. اللي هو ايه برد ما هو. انا بقولك بس انت في لوقتي متعادل صفر صفر. ومعلاكش حاجات خطر. لانت. خطر ولا الاهلي خطر. صح. فعايز تزود النواحي الهجومية ماشي انا معاك. يبقى زي ما قلت لك بقى بطلع اتنين مدفعين. يبقى بطلع مسلا عمر السيسي ونزلش كبال. مزبوط. بطلع حمز المسلوسي ونزل سايد نمار. ولعب اتنين في النص بدل تلات. يبقى انا كده التغيير مفهوم خلاص. انا عايز اكسب المباراة. وعايز اضغط مسلا في اخر نص ساعة بزود اللعيبة اللي عندها القدرات الهجومية. فعملت التغييرتين دول عشان ازود اللعيبة اللي بتهاجد. مم. لكن ده واحصل. ايه الفرق بين حمز المسلوسي ما خرجته ونزلته عمر جابر. مفيش. فيش حاجة. خرجت عمر السيسي وروحت منزل الزناري. في نص او ده سرد باك فقط. يعني فيش اي تطوير في الاداء. يعني حتى كمان انت. بالعكس انت فتحت صغرات. هو ده بقى اللي لسه كنت بقوله لك. يعني حتى مسلا انت مكنش مسلا عندك صغرة دفاعية. فانت عايز تقفلها. لأ انت اصلا كنت قافل اقوى جابها موجودة عند النادي الاهي. صحيح. اللي هي علي معلول مع احمد عبدالقادر. حمز المسلوسي وعمر السيسي. كانوا شغالين كواس جدا. وكمان كنت واق موقف. حمدي فاتحي. انا شايف ان حمدي فاتحي. هو رجل المباراة. انا ما عارش امادوها ديانج ازاي. بس حمدي فاتحي. هو رجل المباراة في اخر نص ساعة التلت تحركات اللي هو اتحركهم. هما التلت اهداف. صحيح. هو السؤال بس بسيقة تانية. ماذا تحاول اداء الاهلي بهذه الروع في الشوت الثاني. وفي جسد كلامك. تقيمك لمارس الكرة حتى هذه المرحلة مرحلة مباراة الزمالك منزل توليه المهمة. طبعا زي ما جمال قال طبعا هو نفس الكلام التالي. هو آآ فريرة هو اللي ادى الاستوحاض النادي الاهلي. زي ما جمال قال ان احنا الشوت الاولاني كان هو شوت البلدي المدرمين اتنين خايفين من بعض. آآ ده خايف بلعب بتحافز دفاعي. حتى لعز ان افشا ما عداش نص المرعب. افشا كأنه بلعب مع التلاتة اللي في نص المرعب. المتعاود على افشا ان هو بيتحرج على الاطراف بيتحرج في العم كبير بلعب رقم عشرة. افشا واقف في نص المرعب. انت ما انت سحبت الناس اللي سحبتها دي انت ديت التفوق اللي اهل في نص المرعب. ان المبارات الكبيرة دي هي بتخلص بنص المرعب. كل المتشاط. اما بتستحزع نص المرعب هو بالنسبة لك ده بيبقى. انت برضو مش فاهم انت التغييرة بتاعت آآ المسلوسي انا شايف نكون كويس جدا. واقف اقوى جبهة في النادي الاهلي. الاقوى اللي هي بتاعت عبدالقادر ومعلول. كويس جدا وكان بيسعب مع عمر سيس. انت طلعت الاتنين وهم كويسين اللي موقفين الجبهة دي. انت فتحت الجبهة دي. بقى عبدالقادر بقى يروح. حمد فتح بقى يعدي فيها. فهي قصة طبعا النهاردة كان يعني سوء. ايه رأيك. زي ما كابتن جمال كان بتكلم في مستوى حمد فتحي. وتغير الدور بتاع حمد فتح. يعني حمد فتح مع بيتسو موسماني. احنا بنشوفه سنتر باك تالت في الدفاع. احنا احنا شايفين حمد فتح. سواف بيقفل مع البكات كويس في الجبهات. بيزود في الهجوم بشكل كويس وبانت في جون كهربا. وفي الجنب بتاع شريف. فهو الجنين كان عامل أساسي فيهم. فده طبعا ده شغل المدرب. جون التالت دور. جون التالت. جون التالت. موجود تالت. يعني هوا تلات اجوان هو اللي عامل أساسي فيهم. فانت ده ده شغل المدرب. لان انت برضو دبقى انت عارف حمد فتحي. ان هو بيلعب الراجل اللي بيلعب قدام مدافعين رقم ستة اللي هو النمطي اللي رقم ستة اللي بيقاطع بس. تطوير أداءه بقى من المدرب ان هو يبدأ يبقى يشتغل من بوكس تو بوكس يهدافع ويهاجم. دي شغل المدرب. طيب. كامتن جمالي هو السؤال عام وقد يبدو انه كان ممكن يتسأل في اول سؤال بس هسأله لك دلوقتي. ليزا مالك الموسم الماضي اللي كنا بنتحدث عليه جميعا انه عمل اشبه اشبه اه اه للإعجاز المستوى اللي قدمه سواء آآ جوسالدو فريرة او اللاعبين. ليه تحول هزا الاداء تماما مع بداية الموسم. رغم انه فيه تدعيمات على العناصر اللي كذبت الدولي والكاس الموسم الماضي. لان انت السنة اللي فاتت كنت مسبت التشكيل. ايا كانت الاسماء. مسبت الطريقة. مهم. كنت تلعب خلاص تلاتة وارا. الزمالي خلاص بقى بيلعب الطريقة دي. فيه تلاتة وارا. فيه اربعة في نص الملعة. فيه تلاتة آآ في النواحي الهجومية. انت دلوقتي انت دلوقتي كل ماتش بطريقة. وكل ماتش بلعيبة. وكل ماتش بآآ. حتى داخل الماتش. يعني انت النهاردة التغييرة اللي انت غيرتها والتغييرتين دول وغيرت بيها طريقة اللعب. فهي للأسف برضو امكانيات اللعب المصري لما بتديله آآ يعني تعليمات كتير او واجبات كتير بيتوه منك. خلد. بالزبط. فانت داخل المباراة ما ينفعش ان انا غير الطريقة. خصوصا ان انا بلعب ده ماتش يعني ماتش قوي برضو. مش بلعب فرقة ضعيفة اللي هو ممكن اجرب معاها طريقتين تلاتة. وخصوصا برضو نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه. انه الاهلي يعني مش 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 وحش. مش ولا وحش ولا كويس. زمالك ولا وحش ولا كويس. اللي اتنين واقفين خايفين من بعض. عايزين يطلعوا المباراة تعادل. ده اللي كانبين شده. خاصة ان ان انت فاكراك بحاجة بتنجب. فاكرا مباراة بتعسل الفاية بتاع اتنين اتنين. وتبتأخر بهدفين. بزرح. انت لما غيرت لقية اللعبة في شيء تاني اكتر من المرة. فده مفهوم ان انت عايش تعوي. هو ده بقى. اه. يعني كان مفهوم للتغيرات. اه. خرجت ناس عندها اه. مور دفاعية. اه دفاعيا. ونزلت ناس عندها مقاومات هجومية. تقدر ان انت عايز ترجع للقاء. فعشان كده بقولك تغيرات مفهومة. مظلوط. انما انت النهاردة انت غيرت عشان ايه اللي يحصل. عشان دول يعملوا ايه. لا انا يعني مش مش فاهمها. وزي ما بقولك ما اعتقدش انه هو نفسه فاهم التغيرات. وبعدين برضو بقت النتيجة اتنين صفر. روحت مخرج اه اه سفج جزيري. بيت بتلعب من غير فرود. ونزلت اه يوسف اه اه اسامة نبيه. اللي هو اصلا مش فرود. فحترجع للقاء ازاي. ونزلتش كبالة عشان يلعب لمين. يعني انت فاهمه. شو عندك كسافة هجومية غلط. انت غسران معندكش اتنين زي تلاتة زي اربعة زي عشرة. خد ريسك بقى. مفهوم بقى اخد الرزق. انت اتزاوية فراودة. بالزبط يعني انا اخلي سفج جزيري ونزله يوسف اسامة نبيه جنبه. وخلي مصطفى شلبي مسلا اخرجه. اودي زيزو ناحية الشمال. دي شفناها مية مرة. في المباريات اللي فاتت. وما فريدة نفسه. زيزو كويس جدا ناحية اليمين. يروح جايبه ناحية الشمال. ويجيب مصطفى شلبي ناحية اليمين. طب ليه? يبقى ده كويس هنا. يروح جايبه هنا. نمار يبقى كويس جدا ناحية اليمين. فجأة يروح مودي ناحية الشمال. يعني. في حاجات بتحصل دي ما كانتش بتحصل. الموسم اللي فات. عشان كده هو ده الفرق بين فيريرا في الموسم اللي فات. اللي انت ما كانش عندك فيه اسكواد زي اللي موجود دلوقتي عندك. واللي موجودين دلوقتي عندك. انت مش قادر تستغلهم. صحيح. صحيح. لو انا فيه فيه واحد مش مش جاهز مثلا معي. ده اللي برضو النقطة اللي برضو انا نفسي يفهمها. لازم يقعد يتمرن مع المدرب المساعد شاف اربع تمرينات. وبعدين ينزل مع الفرقة تمرينتين. وبعدين يبتدي يلعب الماتش. طب يعني. ده لو ما بنلعب كل تلاتة يام ماتش. عبال ما يعمل الدايرة اللي هو عاملها دي. اربع خمس متشطر ست متشطر ومنك. مش وقته. مش وقته كمان. مش وقتها. فده على اعتقد اللي بيحصل مع براهيم انا ضايد دلوقتي انه بقاله كتير بيتجاهز. او فاتوح طب. فاتوح وعبدالله جمعة يعني جاهزين مفيش حاجة. لأ لازم يخلصوا عدد التدريبات مع المدرب المساعد وبعدين تمرنتين مع الفرقة عشان. ليه كل يعني ليه كل ده. صح صح. انا مش شايف ان ده في. ده كهرباء اهو بقاله سبع تمن شهور ما بيلعبش ودخل عطول مع العالق اول. جاهز خلاص. بعمل له اختبار طبي. اه. جاهز خلاص يبقى بينزل مع الفرقة وحطه في الماتش خلاص. انما ليه ليه يعني ليه مش. ليه اللفة الطويلة اللي ملاش اي لازم. اننا نعمل الكلام ده لو انا ماشي كويس. اه. لو انا مسلا كذبان كل الماتشاط فانا بالنسبة لي عندي رفاهيات ان انا اقدر اه اه اعاد ده ولعب ده لكن انا انا خسرا من براملز وماشي واعش في الدوري. وعندي ناقص. واللعبين دول اتنين منهم واحد فتوح. احسن باك ليفت في مصر. وما احترام طول عبدالشافي ثمانية والترائزين سنة مش هيستحمل الضغط لعب ماتشين وربع عط. فانت مفهود التوقيت نفسه. شيل بقى كل الخلافات وشيل كل الاغار كل المفهين بتاعتك انه لازم يلاقي بيقض اربع ماتشاط عشان يتمرن ويعمل لأ انا محتاجه دلوقتي. طيب انا عايز عليك على صناعية الدفاع النادي الان النهاردة. الاتين سنتر باكس رامي ربيع وخالد عبدالفتاح. اول سؤال النهاردة الاهلي بيلعب بتلاتة اسين غيبين. تتكلم في محمود متولي ومحمد عبدالمره مياسر ابراهيم مش موجودين ورامي ربيع جاي من بعيد خالي عبدالفتاح اصلا اول مباراة شارك فيها اساسي هو راجل زهير ايمن بيلعب سنتر باك. الاول هلكم تتوقع ان خالد عب فتاح هو لا هيبقى سنتر باك ومحمد هاني باك رايت ولا العكس? لا انا توقعت العكس. العكس. يعني الواحد كان بيتخيل الاداء كده. بتخيل التشكيل. اه. قلت اه خالد هبقى باك رايت. ومحمد هاني ان محمد هاني برضو لعب كتير. اه. وعنده اسموها لهاب ماتشين هو سرد باك. صح. الولاد كويس. وقاني كويس عالكورة وعنده سراعات. فيبقى هو سرد باك ممكن يبقى سرد باك كويس. ام. طبعا النهاردة كان برضو نديله حقه انه من جمه اللقاء النهاردة. صح. اول مباراة قدام الزمالك ويلعب مكان بش مكانه. تبقى حقه كويسة. صح رامي نبيعة. يا رابي رابيعة محتاج ياخد حقه شوية. عشان رامي دايما بيجيب لي فترات طويلة. وبيتحط دايما زي بيقولو كده في الدرج الفترات طويلة. صح. ويبقى ترتيبه رابع او خامس رابات كبيرة. بس رامي عنده رامي عنده خبرات. ويرجع يلعب كويس. رامي عنده خبرات كويسة. بس هو بيبقى فيه وقت بيبقى مندفع شوية. مم. فبيتهور مسلا في ضربات جزاء او يعمل حاجة. فده برضو يعني مشكلة جمهور اهلي والزمالك ما بينسوش. صح. وزات في المتشاط الكبيرة. بتنقص لك رصيد. بتنقص شوية بياخد يعني يعني بياخد عنك انطباع ان انت متهور ان انت بتعمل ضربات جزاء. فهي دي مشكلة لك. رامي طبعا عنده خبرات ولعب صغير. ولعب في كزا مركز. وعنده سراعات ولعب. يعني مواصفات مدافع كويس. لكن هو حتي التهور دي اللي عنده. لكن النهار ده هو كان هديش كويس. والصناية صراحة كويسة النهار ده. انهم يلعبوا اتنين اول مرة مع بعض. رامي بقى له فترة ما يلعبش. خالد اول مرة يلعب في مكان بيش مكانه. اه. ولعب بالاداء ده. انا شايف برضو خالد كم من لجوم اللقاء النهار. طبت الجمال. الزمالك ما دخلت السؤول انت خلات الصيفية بشكل جيد. يعني بعد كم عدد من المباريات. حيز دلوقتي انه الزمالك ما استفادش من صفقاته الجديدة. لا ليه. انت اه لايضة الصفقات فيه اغلبيتها موجودة. يعني على ادايا نادي الزمالك. ده غاية دلوقتي لا. ما فيش تأثير. لان انت الموسم اللي فات زي ما احنا لسه بنتكلم. لا الموسم اللي فات الزمالك كان افضل. صحيح. اه. اللي انا برضو عرفته انه ما فيش ماتشات ودية خالص بتتعمل. فانت برضو. يعني هتجهز اللعيب اللي هو ما بيلعبشه ازاي. انا لازم برضو على الاقل اقربه من الناس. تبطلت جايزه في الماتش الرسمي. كل تلات يام ماتش. فبتدخلوا ماتش رسميه عشان تجاهزه فيه وتبدأ تشوفه فيه. هو مش جاهز. يعني وضع غريب جدا. الزمالك بقى عنده فيه فيه جزء في النواعي الهجومية مش فيه فيه حلقة مفقودة. مش عارف بقى دي طريقة اللعب ولا اختيار اللعيبة. لان انت لو تبص مسلا النهاردة. يعني احنا عمالين نقول مسلا خالد عبدالفتاح كويس وورمي ربيعة كويس. عشان ما عليهمش ضغطة اصلا. يعني يعني مفيش كورة مثلا فيه هجمة خطر رمي ربيعة خرجها. او خالد عبدالفتاح طلعك مثلا كورة من من الجول. يعني مفيش حاجة. انت بيلعبوا وقفين اه كويس. بيتمركزوا كويس. بس كل الكور قدامهم يعني حاجات كلها في المتناول يعني. كور طويلة فبسهلة. بالضبط بقى اسهل للمدافع من المهاجم. فانت دايما وهو ده برضو اللي احنا بنقوله. ليه سامسون وحش. ليه سيفي الجزيري وحش. عشان انت ما بتلعبلوش الكورة عشان يبقى كويس. مين اللي في الزمالك دلوقتي المفروض يحرك اللعب كلاعب كرياتور او اللعيب المبتكر في الزمالك. يعني يعني مثلا الفترة قريبة كان اشرف بن شاريه. قبله في الجانسة سيارة بكلمك على اللعيب اللي ممكن يغير منظومة الهجمية لنادي الزمالك. بصدي ما بتكلم جولهات فيه. اه الزمالك فيه تلات لعيبة هم المفاتيح اللعب لما بيبقوا كويسين. الزمالك بيبقى كويس. من الاول من البداية فتوح. امام عشور زيزو. التلاتة الفتوح مش موجود وزيزو مش في حالته الطبيعية. امام عشور لوحيد اللي بيحاول. بس هو مش مش بلاي ميكر. ايوة. يعني مش مش يعني امام مش ما تستناش منه حاجة فيها ابداع. ايوة. فخلاص بس كده انت وقفت. يعني انت عطلان. الزمالك محتاج حد بقى. محتاج حد. خلي بالك برضو انه يعني الاهلي برضو المستوى الاهلي مش يعني لو. وايالعب كده في كاس مش للعمل الندية. لأ مش. يعني مستوى الاهلي برضو مش كويس خلي بالك. يعني برضو. احنا على المستوى المحلي هنا بيننا وبن بعض ماشي. امم. انما في افريقيا او في كاس العامل الندية. امم. لا انا شاف ان الزمالك والاهلي هيعانوك بكتير جدا في افريقية. اطواب اطخت مع فتفرت مع جمالك. ان الاهلي هيعانواك بكتير جدا في افريقيا. طبعا. رجب المستوى ده pictم لا هو المستوى مش كويس. الاهلي او الزمالك. بس الفرق بين الاهلي و الزمالك الاهلي في الاهلي في اسوأ حالته بقى فيكسا. هي دي الفرق. هتفك معجمال جدا في الموضوع ده. طيب كيف المارسي كرة حتى عايزي اللحظة? مش يعني عادي. مش مش مش. اه عادي. مفاجأة دي. لا عادي في ماتشات لا. لا عادي يعني. بص انا 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 صريح في الموضوع ده. انا عادي. عادي. يعني حتى مكسب النهاردة او كزبان الزمالك. بس برضنا تشوت لأولاني. لأ اه لو ماتش خارج كده الناس هتقول لك لأ كلها مش كويس. وفريرها مش كويس. طيب لو سألتك. راجل ده مسلا طور جدا من مستوى كريم فؤاد. طور جدا من مستوى طبعا خد بالك اللعيب اللي هقول لك علي دي كلها هو اصل مستوى كبير. بس طور كمان في ادوارهم. كريم فؤاد. حمدي فاتحي. اليو ديانج. حسين الشحات. محمد هاني. كل لعيبها ديت الموسم اللي فات. كنت بتحدث عنهم بكثير من الانتقاد. مش ده شغل مدير فني. لا ده شغل نفسي. نفسي. مش 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 تطوير كورة. فيه بتجوز تطوير كورة. بس الشغل نفسي. وجمال يعرف القصة دي. انت المدرب ممكن. مدرب يعلي اللعيب في السماء. صح. زي مانو الجزي كده. صح. مانو الجزي كل شغل معنا. نفسي مش فني. يعرف ازاي يطلع اللي عندك. ويعرف ازاي يتعامل معك كويس. وعارف انت نقاط الضعف اللي عندك وقو اللي عندك ويطلعها منك. ومدرب تاني. اسلوبه واحد مع اللعيبة كلها. فيه لعيب حساس. فيه لعيب ما بيحب ما بتقبلش النقد. فيه لعيب تكلم ويزعل. فهم. فيه مدير فني يعرف ايه فهم. يعرف من كريم بيحب ايه وبيقرأ ايه. جمال بيحب ايه. احمد الساب بيحب ايه وبيقرأ ايه. جزي كان بيعمل القصة دي. اختلاف طبعا الكواليتي يعني. طبعا لعبين وقتها. بس انت ما كون انت عندك يعني انت لعيب كويس. وعندك كل حاجة. وتلاقي المدير الفني بيعملك كويس. انت بتمنكتر حبك فيه وبيعملك كويس. عاستطلع كل حاجة. صح. هفاكت كل اربيع مريكان. طيب. عكس المسلماني. اه. طيب. كابتن جمال بكرة في اجتماع مجلس دارة وحسن ما هو معلن بشكل رسمي انه هيبقى تحديد مصير لجزوالدو فريرة. انت ما يعاني رأي. والله انا مع الرأي اللي هيخلي الزمال الكويس. اه. ايه اللي يخلي الزمال الكويس. كامل جزوالدو فريرة ام يرحض جزوالدو. ما هو هيكمل بانهي استراتيجية. ما هو انت برضو. في حاجات يعني. ايه. ليه ليه اسم اللي هو الجهاز المعاون. ده احنا مسمينه ليه جهاز معاون. عشان بيعاون المدير الفني. بالزبط. فاحنا معينين ليه بقى خمسين واحد. اما انت برأيك من دماغ. ومتاخدش رأي حد. يبقى كابتن اسماعيل يوسف موجود ليه. حسين ياسر بقى موجود ليه. وكان موجود. وساما نبيه ليه. واحمد عبد مقصود كانوا موجودين ليه. خلص يبقى يعني. انا شايف ان هو لو هو. يعني. مش مقتنع بقى رائل اخرين. عسين انت برضو. مش يعني. مش نبي. اكيد. عندك اخطاء. والمدير الفني ساعات بيبقى من كتر الضغط. في حاجات هو مش شايفها. ده طبيعي جدا. طبعا. فان عشان كده دايما لازم يبقى معايا مساعدين عشان. هم شايفين تفصيلة. انا مش شايفها. انا وقف على الخط. يعني. مش شايف ان في تفاعل كمان. حتى الوقفة. يعني. مستر فريدا واقف. ما بيتكلمش. ما فيش حاجة يعني. وما بتخدش رأي المعاونين. يعني انت لو ليك صوت في القرار تختار ايه. هلازم عاعد معايا الاول. تقعد معايا تسمع منه. اه طبعا. هتفضل ماشي بنفس السيستم ده. لا يبقى كده مش هينفعل. هلك هغير. اه يبقى ماشي. يكمل. يكمل طبعا. له رصيد يخليه يكمل. بس يعني. بيتناقص. لا رصيده نفذ خلاص. نفذ خالص. اه نفذ. خلاص. ما فاضله. اللي فاضله خلاص مش هي. مش هيوسعفه. اه. لانه انت من ممواتش الاسماعيل انت بقى لك حوالي سبع مباريات. ما بتكسبش الزمالك بتكسبش. من اول السن تعريبة من اول. من اول 23 ما بتكسبش. فانت. لا. ده مش مش وضع الزمالك الطبيعي. وبعدين. زي ما قولنا السن الفات. ما كانش معك لعيبة. ما كانش معك لعيبة خالص. وكنت بتكسب والأداء كان كويس. اما معك اضافات كويسة. مش شايفين الاضافات دي. ومصر على برضو طريقة لعب. مش مناسبة للعيبة. وفجأة. برضو في مباريات فجأة. لقينا الزمالك بيلعب ثلاثة خمسة اتنين. صح. من رأس حربة في قوله واحده. وزيزه من تحته. فانت بتهجمش. فلا. في حاجات كتير لازم يا اما يسمع للمعاونين. اكيد الكابتن اسماعيل شايف. واكيد الكابتن قسامة نبيه كان شايف اللي بيحصل. ودي من الاسباب اللي خلت قسامة نبيه يمشي. لانه شايف انه مالوش دور. يعني. الكلام اللي بقوله او اللي هو بيقوله ما 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 حدش بياخد بيه. فبس. مفهوم. طيب. كابتن احمد. عودة كهربا لآآ تشكيلة النادي الاهلي. قدت حلول هجومية المارس الكورة. الحلول كان بيبحث عنها مارس الكورة. مارس الكورة تهديمة كل مباراة للنادي الاهلي. كان يخرج في المؤتمر الصحفي. ويشكو آآآ ضعف آآآ التهديف او ضعف الفرص بالنسبة للمهاجمين. مش هكول ضعف قدراتهم. لكن يتحدث دائما عن مهاجميه بشكل سلبي. انه بيحاول. حتى من غير كلام. او طول الوقت كان بيغير مهاجميه طول كل المباراة. كهربا ايه دا الحلول? اه طبعا. بس. حلول دائما او لا مؤقتة? لا مؤقتة ان انت ما تقايا موش دلوقتي. لان هو الطبيعي جدا كهربا عنده كبت. واحد بقى له سبع شهور. والاحتسل اللي حصلة دي. فاللعيب الكورة بيبقى فيه عليه مشاكل او لغط ببقى نازل عايز يأكل نهيلة. فانت ما تقايا مش دلوقتي. انا اللعيب الكورة بالنسبة لي استمرارية. انت هتستمر للي ايه. هل انت السنة دي هتفضل لحد داخل الدورة يتخد له هداف الدوري. ولا هتلعب مطشين وبعد مطشين عليك ما بجيبش جوان. المشكلة في مصر هنا التقييم اللي هو القطعة ده او بالمطش او مطشين يبقى كويس وبعد كده ينزل تاني او مستوى ينزل. دي تبقى مشكلة عندنا في مصر. صحيح. والاسب بنخلص على عيبة كتير صغيرة. هم. بالكلام ده. اللعيب مسلا لسه صغير. يلعب مطشين او تلاتة يقولك ده هيبقى نجمة مصر. هم. اللعيب من الدغوط بتاعته او من الدغوط الناس بتعملها عليه. بمستوى بينزل. هم. وحصل كتير في لعبة فانتخب مصر. تبقى لعيب صغير وبعد كده ما تلاهوش. صحيح. فانا تقييم الكهرباء ان هو ان شاء الله ربنا يكرمه ويستمر على كده الكهرباء من. يعني الاهلي لسه محتاج مهاجم في ينايل او لا ممكن يتوضع. يعني او كهرباء مش مهاجم. اه. 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 برضو ده حل للراجل. اه. اه. هو الراجل من دماغه اخترعه واخد الرزق. صحيح. اه. اعتقد الاهلي محتاج مهاجم. محتاج مهاجم صندوق. صحيح. لان انت معندكش برضو الناس اللي هي. يعني انت معندكش فيروت في الاهلي باعها في الاب مائك كويس. ودي كارثة. يعني. لو الجيل بتاعنا في الاهلي او في الزمالك. يعني كان موجود. جيلنا كان موجود في لافي وكان موجود عماب متها وكان موجود اصامة حسني. ناس بتافترج بيب ماكة. وفي الزمالك كان جمال حمزة وكان عمر زاكي وكان عبد الحليم علي. كل الناس دي مميزة. وكابتن حسن حسن. وكابتن حسن. فريود اللي ما افش راب بماغه هو اسمه فريوت 9 يعني فريود صندوق. بشبه. حل دائم. صحيح. صحيح. طيب. كابتا جمال لو بكرة او مش بكرة. احنا بنتكلم في اسبوع تقريبا فضلا في انتقالات يناير. اذا مالك محتاج عناصر ايه او مراكز ايه بالسرعة القصوى. محتاج راس حربة برضو اعتقد زي الآله ما محتاج راس حربة. بس مش محتاج. اه مش محتاج حد تاني. يعني انا مش شايف ان في نواقص في الرقم عشر. في الرقم عشر لو انت هتلعب الطريقة دي. انا شاف رقم عشر. انا شاف. ما هو لغاها. انا شاف الوحيد اللي كان يعملها اوباما. اه. كان بيعاده على طول وهو موجود. اه يعني اوباما. اه يعني اوباما. عايش جالعب اربعة ثلاثة ثلاثة. اوباما اللي في مستواه هو الوحيد يعني الوحيد اللي بيعرف في يعمل ربط. بيكمل. بيكمل وبيقرب يعمل وانتو مع مع الباك مع الهوف. بيعرف يعملها كويس. بالاسف برضو الجمهور ضغط برضو كتير جدا على اوباما. لغاية اما افقده الثقة في نفسه. خلي بالك اللعيب لما بيحس انه جمهوره يعني بيضغط عليه او بيبقى فيه بعض الاهانة. دي بتخليك مش شايف. بالمناسبة فيه لعيب تريند النهاردة عمر السي سي. انتقادات كثيرة من جمهور نادي الزمالك. هل يستحك هذه الانتقادات؟. لا خالص يعني مش شايف ان هو يعني كان مؤثر في نتيجة المباراة. يعني هو الراجل بيدي ده مش 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 مطالب منه ان هو مسلا يبقى صانع العاب او ان هو يجيب باجون او ان هو يصنع. الهدف ده راجل المفروض ان هو يعني بيلعب رقم ستة وبيقدي في رقم تماني ان هو بيطع الكرة ويش صحيح. هو مميز في رقم ستة. يعني عمر انا اللي وديته للجيش. شوفت في النجوم وديته للجيش. عمر مميز جدا في رقم ستة. اه. بس هو طريقة الراجل عايز يلعب واحد قدامه اتنين. صح. دونجا. دونجا مش مميز في تمانية. اه. يعني دونجا هو بيستلم المدافعين. فهو اتظلم في الحتة دي ان هو مطالب برقم تمانية ده. زي امام عشور كده ان انت تبدأ تكمل وشيخناه ده في كزا كرة. ان هو بيكمل بيهاف وبيرفع ودي مش بتاعته. مش مش حالية. صحيح. صحيح. كابتن احمد شرافت ونورتك العادة انا شكرا جزيلا. حبيب يا كريم طبعا. سعيد بيكني معك ومع جمال طبعا اخويا وحبيبي. وان شاء الله يكون لنا رقوعات تانية. حبيب كابتن جمال شرافت ونورت. حبيب يا كيب وانت اله. بار لك. يا حبيب يهرد لك لزمالك طبعا ومبروك للاهلي. نسينا نبارك طبعا للاهلي وامور الاهلي واللعيبة والجهاز الفني. ومبسوط جدا طبعا ان انا كنت معك. حبيب. وملك كنت بترقصه? عد عليك كتير. 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 ساكم الكلام ده والله. ساكم الكلام ده. كان بيروح لوالجمعة اللي طول بيخاف مني. بيضرب ده غشيب. لا انا وصف اول المتش عشان عارف ده. ده اراجوز في اللعبة. اول المتش رح مديله واحدة يابنيه. اقول له هو كده. يروح راح لوالجمعة يروح ضربه. يروح واقفه. شاف يامل ايه. انا مشكوركم شكرا جزيلا شكرا كابتن جمال. الف مليون. مبروك للنادي الآلي فوزو الكبير اليوم على نادي الزمالك في ديربي الكرة المصرية بسلسية نظيفة. بالتأكيد هارد لك لنادي الزمالك كل التوفيق فيما هو قادم. اشوفكم يا رب. على قلب خير.